أبناء الأعزاء أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم نواصل محاضرات الفيسيولوجي لصالح الأطفال من مرضى السرطان والنهاردة عندنا بإذن الله المحاضرة الأخيرة في الريس بايريشن وهي خاصة بالفيسيولوجي of high attitudes and under water diving وكعادتنا بنحب نبتدي بالأسئلة على المحاضرة السابقة وبرضو يعني يمكن في الأولى الأخيرة لاحظتوا أن أنا بحط لكم أسئلة choose one incorrect answer والغرب من هذا النوع الأسئلة أن يبقى كأن السؤال فيه تلات أسئلة صح واحدة غلط يبقى كأنه تلات أسئلة actually فبقى في يعني وقت أقل بنقدر نراجع حاجات أكثر طيب نتوقع عن تدئ choose one incorrect answer in hypoxic hypoxia لو على الـ oxygen distribution curve الـ arterial resting venus point الـ arterial and resting venus points الـ arterial and resting venus points الـ 2 are below normal طبعا ما احنا قلنا في الـ hypoxic hypoxia كل حاجة الـ oxygen tension والـ percentage saturation arterial and venus بيبقوا بلون أوربه كل حاجة بلون أوربه فدي صح it's caused by arterial to venus shunt دي الإجابة الخط دي الإجابة الخط يعني العكس مش arterial to venus venus to arterial cyanosis may be present طبعا ومي بي لأنه مش كل hypoxic hypoxia معانا cyanosis لازم نتخطى الثراثل اللي هو 5 غرامز ردوز هيموغلومن لكل 100 سانتي كابيلا الـ ventillation perfusionation disturbance in the most common cause دي إجابة صحيحة وحب الزملاء الأصغر سنة يعرفوها لأن في ناس مش عارفة أي أهم السبب الـ hypoxia في العالم أهم نوع hypoxic hypoxia أهم السبب الـ ventillation perfusion ratio disturbance طيب السؤال الثاني in anemic hypoxia الـ arterial PO2 is normal pressure and oxygen normal صح الـ arterial hemoglobin percentage saturation is normal صح الـ arterial auction content is normal غلط لأن هذه الحاجة الوحيدة لأولئلة وهذه المهمة كمية الأكشيال في الـ arterial البضاء فيبقى الإجابة هنا اللي تختارها الخطأ هي C السؤال الثالث بإجابة إجابة الإجابة لا يوجد السؤال الثالث يا الأرثييرا في testedago الرائعة ثانيا في سؤال الثالث طيب السؤال للقييد طيب السؤال الثالث قلت في السيانايد بوزنج لا يوجد سيانوس ده العيام لا يوجد أحمر من كده يبقى ريدش هايبوكسي حتى قلت يعني ما تنخدعش في تشابر كلمتين سيانايد مع سيانوس دي يأتي لل سؤال الرابع الرابع يستميليتد لا الرابع لا يستميليتد لأن الرابع يستميليتد بنقص البريشور إنما في الكاربومونوكسايد اللي نقص ليس البريشور أوكشن أوكشن في هموغلوب اللي هو مروش أي علاقة بالبريشور لأن الغازات في الاتحادات الكيميائية لا ضغوطة لها فقط غازات في الفيزيكال فورم هما اللي عندهم تنجي الرابع يستميليتد صح البيشن تحضر 95% أوكشن و 500 CO2 طبعا استميليتد الرسپريشن الوكشن كيرو يستميليتد صح يبقى اللي غلط الرسپريشن يستميليتد الرسپريشن ليستميليتد إيه هي الإجابة الخاطئة ريجاردينج سينوزيس إيه ماي إمبروف وايل الهايبوكسي يستميليتد طبعا قلنا أي عين عنده هايبوكسي وخدنا مثال هايبوكسي 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 بناس بلود لا هي كل هندرد ميليليترز كابيلر بلود يبقى بيها الخطأ لانها كابيلر ميش بنس إز ابسنت ان اناميك واليستوكسي ما عندهم زينونس الاناميك بيبقى لهنه شاحب واليستوكسي بالعكس لونه رد وحتى في الاناميك هيبوكسي لو سببها كاربو موكسي بيبقى لهايبوكسي يبقى ايبوكسيا طبعا لو الثراثل بلو نورمال يبقى ايبوكسيا يعني اه ممكن يبقى عنده استاجنان مش كل حالة هايبوكسي كايبوكسيا وستاجنان تايبوكسيا لازم بقى معهم سينوس لا لو عندهم الاماونت وريديوز هيموغلوبين أباط ثراثل اللو ه خمسة جرام ريديوز هيموغلوبين في كل بيت سانتي كابلل 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 وعليه نمر واحد يبقى الانسر بي فور بي بي اتنين سي فور كات تلاتة دي فور دادي اربعة اي فور الفة خمسة بي فور بي بي ده كان الجزء الاول اولاد اللي هو الاسئلة النهاردة بإذن الله عندنا المحاضرة رقم 11 في الريسبريشن والاخيرة وزان بقول عنوانها لطيف قوي سوف نحلق في الآفاق ونغوص في الأعباق يعني الفيسيولوجي محاضرة ومحاضرة محاضرة انما ده هو اهم السؤال هو اول سؤال اللي هو ونحن نعلم ان المشكلة في الآفاق هي كيف تكيه في الجسم محاضرة محاضرة أو مع المحاضرة وكلنا يعلم ان لما بيودوا الفريق القومي لأي دولة يلعب في بلد فوق سطح البحر زي مثلا في أثيوبيا فوق سطح البحر اللي عندها يعني المنبع بتاع النيل اللي انها عالية أو في ميكسيكو سيتي عالية فبيبعثوا الفرق القومية اللي هتلعب هناك قبلها بكم اسبوع عشان يحصل لهم تكيه مع الظهائي التاتيوت فده هو فكرة الاكلماتيزيشن يعني التكيه في الظهائي التاتيوت اللي هي المشكلة ايه في الظهائي التاتيوت يولاد قلنا كرانيك هيبوكسي انا بحب عندي طريقة خاصة في دراسة هذا الموضوع بانه لو يعني تهنة مش هتعرف تلم كل البوائتز فانا بتصور ان انا عندي سلسلة من اربع حلقات حلقة الاولى ان انا عاوز في مشكلة ايه في الغياتيوت في مشكلة كرانيك هيبوكسي فاول حاجة انا عاوز اوفر اكشن المادة الخام عاوز ازود الاكشن لان الاكشن ناحس يبقى ديه الحلقة الاولى طيب وفرت الاكشن الحلقة التانية عاوز انقولها للانسجة يعني عاوز احسن جهاز النقط الترانسبورتيشن سيستم طيب الحلقة التالتة والربعة راح الهموجل من محمل بالاكشن مطلوب عند الأنسجة مطلوب أن يحدث شيئاً إن زيان بقول الأنسجة تسيب أسف الهيموجلب أن يسيب الأوكشن والأنسجة تتلقى في الأوكشن يبقى مطلوب أنه نحن الأنسجة تسيب الأوكشن والأنسجة تتلقى في هذا الأوكشن يبقى عشان ما انتهش حطينا أربع حلقات يبقى الأول عاوز أوفر الأوكشن في نقص أوكشن عاوز أزود الأوكشن ودي أصعب حلقة على فكرة وبعين تاني حاجة حسن جهاز النقل اللي هو أهمه إن أنا زود الهيموجلب اللي هيشيه الأوكشن وبعين راح الهيموجلب المحمل بالأوكشن فمطلوب عند الأنسجة إن الهيموجلب يسيب والأنسجة تتلقى في دي حلقة أو دي حلقة هنشوف إزاي بتحصل الحكاية دي فلا تساولات ناخد أول حلقة عندنا وهي إن إحنا عاوزين نزود الأوكشن أول ما بنطلع في الهائلتوتود فرست إميديات يعني في الحال بيحصل حاجة اسمها بريماري هايبر فينتيليشن إن بسبب نقص الهيموجلب في الهائلتوتود كلكم عارفين بيؤثر على مين؟ قلوا هل يبقى البريفرال أو الهيموجلب نقص الهيموجلب الأوكشن لا يؤثر سوى على البريفرال لأنه قلنا بحرف السي لا تتأثر سوى بالسي أو تو ثنمن بعد هذه التأثير troll هى البريفرال كيموتر كما اثنب اثنبات يجئت كاربون داكس meteor لسبب البرامير lique ويحصل الكالوسيس وده بيانهيبت الريسبريشن يعني جيت اعمل هايبر منتليشن عشان خاطر اخد اكشن ازاوه الاكشن حصل واش في الكارمون داكسايد نقص البرشوف كارمون داكسايد حصل لالكالوسيس حصل انهيبتشن في الريسبريشن يبقى على رأي المثل كأنك يابوزيد مغازيد جيت تعمل هايبر منتليشن عشان تيب اكشن عملت واش في الكارمون داكسايد ووقف الريسبريشن فلمدة ثلاث لأربعة يام تحصر ظاهرة غريبة جدا لما الانسان يطلع في الريسبريشن انه يتنفذ شوية عشان يجيب اكشن يدقى السيئة ووقف شوية يدخل في حاجة اسمها بريوديك بريثينج هذا الجزء ثلاث لأربعة يام تحصر ظاهرة غريبة جدا لذلك يا صاحب العشان يدقى السيئة التي تطلع في الريبيبات في حاجة اسمها بريدينج هيحصل ايه في الثلاثة بعد ايام دي الكيليا الكيدنز الله يعني يعمر بيتها تعمل رطيفة جدا طول عمرنا حضرتك وحضرتك والعبد الله الكيليا بتاكسيكريت لأول مرة كيدنز هتكسيكريت الكالين يورين لان فيه سودي مباكباني مش حصل الكالوزيس فهي عاوز تعالج الكالوزيس اللي حصل ان انا لما جيت اخد اوكشن عملت واش في الكاربون دايكسايد حصل لي الكالوزيس فهي بقى تخلصني من هذا الكالوزيس فدا السؤال مهم جدا انت بعارفه في المالتوال شويس امتى الانسان الكيدني بتاكسيكريتس الكالين يورين فقط في الهاتف تنازل سودي مباكباني لسه بي حاجة تاني جميلة جدا والسنترال نيروس سيستيم يعمل اكتيف بايكربونيت بامب ينقص نسبة البيكربونيت عنده بمقدار خمسة ملي اوكيرون م30 يعني يخلي الوسط في السبوال فليود لما خلص بالالكلي خلصمن رمال بايكربونيت برا دفع فلوس اكتيف بامب البيكربونيت وغفض بنسبة البايكربونيت بنسبة خمسة مole اوكيرون م arena اصبح السيستيم الرغم يفليويد مور اسيديك باستماعية السينترال كيمونيسั่ج لان احنا كنا قلنا كنا قلنا ان السنترال كيمونيسيبتر بتشتغل كهاش كهيدروجن ريسابترس كهيدروجن أكسابترس يبقى البرائماري هايبروينتليشن زي ما جاب لي أكسجين عمل عيب خطير عمل واش في الكاربون داكسايد نقص الكاربون داكسايد حصل الكالوزيس هذا الكالوزيس زود البي اتش بتاع السيربو سبان فليويد فحصل الدرايب ريسبريشن أساسا بيحصل عن طريق السينتراكيمونسابترس سبانتراكيمونسابتر بتشتغل بالهادوجن هو بقى البي اتش أصبح مور الكالاين زادي البي اتش بتاع السيربو فوقف البرائمار هايبروينتليشن قلنا بعد 2-4 ديس أو في بعض الكتب 3-4 ديس مش فرقة بيبتدي يحصل سكندري هايبروينتليشن بقى بسبب شيئي ان بيحصل استيميليشن بسبب حكتين ياولاد واحد ان الكالية تخلصت من السودين باكوميت في اليورين وقلنا الاول مرة هلنازل الالكالين يورين اتنين ان السنترال نيروس سيستم عمل اكتف بمب للبي كاربونات خفض البي كاربونات في السيربو سبان فليوب بنسبة خمسة مليو كفير امتر ليتر اصبح السيربو سبان فليوب مور اسيديك فده اده فرصة اكتر دالي سيستميليشن اللي زادت كم مرة بعد يومين لأربعة يام بتزيد 5-7 ديس بعد 2-4 ديس بتزيد 5-7 ديس ديكت الحلقة الاولى حلقة التانية بكم وفرنا الاوكشن وشوفنا المشكلة الاول عملنا برائيما هيبا منتليشن بسبب الواش اوف كاربونات وقف لحد مكين لي نزلت الكلان يورين والسيربو سبان فيو تخلص من البي كاربونات قدرنا نعمل السيربو سبان فليشن محترم زو ديكتل في سيربو سبان فليشن بس كم ده بياخد 2-4 ديس طب مين يشيل هذا الأوكشن؟ اللي مجلب طب ما احنا خدنا في البلد ان الهايبوكسيك هيبوكسيا دي اهم ستيمولاس فور إريتروبويزيس عن طريق هرمون اسمه إريتروبويوتين كان بيطلع 85% منه من الكاليا و 15% من اللي مر وخب بالك سؤال لطيف في الشافوي هل الكاليا مهمة في الهاي ألتيتوت؟ هدي تاني أهمية للكاليا في الهاي ألتيتوت يعني حاجة كان عمرك ما تتصورها قبل ما تسمع الموضوع ده ان الكيدنز النورمال الكيدنز are very very important to leave inهاي ألتيتوت في أول حالة ان هم خلصونا من الالكريس نزلوا الكالين يورين وتاني حالة هيبت طلع 85% من الإريتروبويوتين اللي هيزاوي الهيموغليم فالهيموغليمد هيزيد عند حضرتك من 16 جرام وعند حضرتك من 14 جرام إلى تقريباً 20 جرام يبقى نسبة معتبرة زاد بنسبة الثولث تقريباً او خدنا متوسط 15 زاد لـ 20 يعني زاد بنسبة الثولث وفي نقطة مهمة أولاد الكاباسيتي في هيموغليمد نحب أقولها لكم لما يسألك سعة الهيموغليمد كامل كل جرام بيشيل واحد وتلت سنتيميتر مكعب من الأوكشن يبقى لـ 15 جرام تضربهم في واحد وتلت يشيلوا 20 سنتي أوكشن ده النورمال لما زودوا الـ 20 جرام بقى أحسب أن تضرب 20 في واحد وتلت تطلع تقريباً بدل ما يشيل 20 سنتي أوكشن يشيل 27 سنتي أوكشن لكن الهيموغليمد يشيل إلى 20 جرام وعليك أن الهيموغليمد يشيل واحد وتلت سنتي أوكشن حتى الناس الذين يعيشون في الهيئة التطلع يبقى لديها بوليثايسيمية يبقى لديها الهيموغليمد التي لا تريد فالي عندهم 60 في المئة لقد زودنا الهيموغليمد هل تريد أن الهيموغليمد يمشي بسرعة أكتر أرباحة الأنسجة شوفوا الروعة زاد الهارت ريت حصل تاكي كارديا ما الذي زودها؟ نقص الهيموغليمد عن طريق الهيموغليمد وعن طريق أنه يطلع أدرينالين وهذه الأهم وهذه الأهم يعمل تاكي كارديا فالتاكي كارديا ستزود الهيموغليمد 60 في المئة لكن الكلام سيحدث فقط لمدة 2 ويكس لماذا فقط 2 ويكس؟ لماذا فقط 2 ويكس؟ فقط يبقى الجهاز النقل يزودنا الهيموغليمد دفعناه زقناه بسرعة زودنا الكاردياك أوتوود بسبب زيادة الهارت ريت بسبب أن نقص الهارت ريت باستيميليات البريفرا الكيمون ريسيبتور والأدرينالين زود الهارت ريت والكاردياك أوتوود تساوي هارت ريت في ستروك بوليوم يبقى زاد الكاردياك أوتوود بسبب زاد الكاردياك أوتوود بسبب 2 ويكس بسبب 60% على الباك سيلفوليوم نمرة ثلاثة نريد أن نزود عدد الكابيلرز التي ستغذي المسل المسل من رائع الخلق والخلق ان الهيبوكسيا تعمل لتصنيع عملية يسموها أنجيو جينيسيز جينيسيز يعني تخليق تعمل حاجة جديدة تكوين وأنجيو يعني أوعية نجي الحلقة الثالثة والربعة راح الهيموغرومن محمل بالأكسجن الأنسجة مطلوب الحلقة الثالثة أن هذا الهيموغرومن يسيب الأكسجن للأنسجن والحلقة الرابعة أن الأنسجن تتلقى في هذا الأكسجن مين أهم مادة لما تتعب مع الهيموغرومن تجعله يسيب الأكسجن تقلل هيموغرومن بالأكسجن أهم مادة تعمل العملية هي الديفوسفوغليسرين في الهي ألتتتود المشاكل تحل روحها في الهي ألتتتود فيه كرانيك هايبوكسي يبقى أضطر أكسر الجلوكوز بمعزل عن الأكسجن الهيموغرومن بالأكسجن وهي أهم مادة لما تتتحب مع الهيموغرومن تغير شكل الهيموغرومن بالأكسجن تجعله يسيب أكسجن الأنسجة التي تحتاج أكسجن وتتدور جوعا من نقص الأكسجن في الهي ألتتود فالدي بي جي تقلل الهيموغرومن بالأكسجن التطبيقات كيف تتحبك لك ؟ هذا التطبيقات نقص الهيموغرومن بالتطبيقات وقلت تتضيف الهيموغرومن بالأكسجن تقلل زيادة المشكلة 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 تتحب 27 مم فالدي بي جي اتحديت مع الهيموغلومن وأكبرته إن يسيب الأكشن للأنسجة طب مفروض الأنسجة تاخد هذا الأكشن نحن قلنا كان فيه نعمة هيبوكسي أساسا بسبب الأنسجة مش عارفة تاخد لأن الأنسجة عشان تاخد الأكشن محتاجة أكشيداتيب إنزايمس وإحنا كلنا يعلم في الهيستولوجي إن الأكشيداتيب إنزايمس دي موجودة في الميتو كوندريا وكلنا يعلم أو بعضنا فقط إن الميتو كوندريا هي الأورجانيل الوحيد إفتحوا إدنك اللي فيها دي إني إيه زي نيوكلس وعشان كده كيبابل أوف دي فيجن يقع تنسى الدي إني إيه موجود في جسمك في حتتين بس قاليني مدارسة كيستولوجي في النيوكلس وفي الميتو كوندريا الميتو كوندريا يسموه الساكن جينيتيك سيستيب وقلت إن أي دي فيجن يحتاج إلى دي إني إيه الميتو كوندريا فيها دي إني إيه ها يبقى كيبابل أوف دي فيجن يبقى ممكن الميتو كوندريا من واحدة يبقى اتنين والاتنين يبقى اربعة ونسمي العملية دي سيلف ريبليكاتيب يعني عملية استنساخ طب في الهيبوكسا الميتو كوندريا بيحصلها سيلف ريبليكيشن بيزيد عددها وعليه يزيد الأكسيدياتيب إنزايمز اللي تستطيع اقتناس هذا الأكسجين بتاعني مجلب عشان تعمل مور أدنوزين ترايفوسفين كانت تزيع الحلقات الأربعة بس في عيب أنا عاوز أعقب تعقبين هوامش هقول حكتين في الهوامش واحد إن الناس في الهي التوتو بيحصلوا بالمونري هيربرتنجي دي بشميزة دي عيب ليه لأن نقص البرشور الأكشن في الهي التوتو في البلمونري سيركوليشن بيؤدي إلى بازو كونستريكشن وده عكس عكس أشوف مين هيفتكر في السيستاميك سيركوليشن في السيستاميك سيركوليشن نقص البرشور الأكشن يعمل بازو كونستريكشن إنما في البلمونري سيركوليشن بيعمل بازو كونستريكشن وكنت قلتها في محاضرة سابقة وفصرتها ده العيب لوحيد إن بيحصل البلمونري هيربرتنجي طيب الثاني حاجة بحب أقولها في الهوامش وبهن أعمل مراجعة سريعة لهذا الموضوع تفتكر لو ربنا خيارك قال لك إن إحنا يعني في حاجات حنبقيها وحاجات هنلغيها لك تختار إيه اللي أنت ما نفسكش فيه يعني أنت عشان تعمل أكلماتيزيشن طيب التيوت ربنا قال لك من حقك حاجتين نلغوهم لك وتشتغل ببقية الحاجات وهتبقى زي الفل زي الناس اللي عايشة هناك إنهابتانس في الحقيقة تختار إيه؟ فكر كده فيه هل؟ هذه الأربع حلقات نزود الأوكشن نزود الهيموجلوم نزود الديبيجين نزود إنزيم إيه الحاجات اللي ما أنتش عاوزها؟ عشان ما ضاعش وقتك أنا أختار بما يدل على أنه وراء الخلق خالق أنا مديني حكتين بس يا أولاد أنا حاسس حكتين حاسس الهايبر منتليشن وحاسس ضربات قلبي فيه خفقان في القلب اللي هما زيادة الهارت ريت عشان كده زيادة الهارت ريت وعليه الكارديك أوتوت بتقعد فقط في 2 ويكس اللي دي مقلقة جداً خفقان القلب أما الهايبر منتليشن بتختفي هي كمان بس تتكس ييرز فور هايبر منتليشن تديسابير يعني لو حضرتك رحت استوطنت في أثيوبيا أو في ميكسيكو سيتي وبقيت خدت المواطنة هناك المواطنون هناك ربنا عفاهم من شيئين اللي هما بيدايقوا الإنسان اللي الإنسان حاسسهم أنا حاسس النفس وحاسس ضربات القلب وضربات القلب بدايقني أكتر من نفس فالهارت ريت والكارديك أوتوت بيبقى سبعين بس الهايبر منتليشن بعد ييرز بتختفي والإنسان بيشتغل بالحاجات التانية فقط إلى زيادة الهيموجلوبين والأنجيوزينيسيز وزيادة الدي بي جي وزيادة المايت كوندري ودول مش حاسسهم محدش حاسس المايت كوندريا محدش حاسس الدي بي جي محدش حاسس الهيموجلوبين شوف الروعة فعلا الله يعني يتصف بالرحمة رحمن رحيم فربنا إلينا خلاص أنت أول ما تيجي للهائل تيتوتوت هتشتغل بكل الأربع حلقات طب لو هتعيش سنوات هناك في الهائل تيتوتوت هنلغي لك حكتم إيداء من المدايقينك إيه اللي مدايقك نفسك والنبض النبض هيضيع بعد أسبوعين هيرجع تاني للنورمال ريت بعد أسبوعين إنما النفس إتوالتاك ثييرز فرهايبر منتليشن وعليه المواطنون المواطنون اللي عايشين هناك مش حاسين بأي مدايقة تفتكر إيه اللي ضع وإيه اللي فضل ده يثبت شيئا واحد يثبت شيئا واحد أسفل إنه وراء الخلق قوات عاقلة ورحيما ده كان ضرة هذه المحاضرة يا أولاد لأكلماتيزيشان طهائل تيتوتوت أنا مش عاوز أقولها يعني تفصيليا بس هلقول النقاط الأساسية فيها تانية أحسن طريقة عشان ما تتوش تقسمها الأربع حلقات أول حاجة إيه المشكلة في الآية التي تقول نعص الأكشن يبقى علينا بزيادة الأكشن دي الحلقة الأولى طيب وهذا يحدث في مرحلتين وعيبها إنها بتعمل ألكالوزيس فبتخلي النفس يشتغل شوية والألكالوزيس توقف النفس شوية بندخل في بريودك بريدين وبعدين انتقلنا إلى السكندر هو السكندري هايبرافينكليشن واللي حل هذه المشكلة بعد يومين لأربعة إنتاب مشترك ببن الكليا والسريبروسبانر فيويد الكليا نزلت سودين باكاربونيت ألكالي ميورين والسريبروسبانر فيويد قذفة بالبيكاربونيت الخارج فخفض كمية الباكاربونيت في السريبروسبانر فيويد لخمسة ملي ميلي اكويفران بريل ليتر فخلى السي اس اف مور اسيديك فحصل استيبليشن الريس بريشن وبالطريقة دي الريس بريشن بيبقى استيبليتر 5-7 تايمس حلقة التانية توفرنا الاكسجين سوف نوصل له انسجة من أكسجين الهيموجوبين هي اهم حاجة بتعمل اريثروبويزيس عن طريق هرمون اسمه اريثروبيوتين طب عزيني زقق هذا الهيموجوبين فالهارتريت يزيد وده يزود الكاربكاوتو بس الهارتريت يجد فيويد فبتعد 2 ويكس حتى شوف الفهم يخليك تفتكر ليه دي 2 ويكس بس لان نباضات قلبك اسيسها ده ما الهيموجوبين لأ ونزود عدد الطرق اللي رايحة للمسلز تصور الكابيلرس قادرة على زيادة عددها بعملية اسمها انجيوجينيسيز تخليق اوعية وصل الهيموجوبين الكتير محمل باكشن كتير للانسجة مطلوب عند الانسجة ان احنا الهيموجوبين يسيب الاكشن والانسجة تتلقفه مين اهم مادة بتخلي الهيموجوبين يسيب الاكشن الضعيف فوسفو جليسرات كان من ضمن الاربع عامل واهمهم واهمهم اللي بتشيفت الاكشن تشيشن كيرفتو درايت ناحية حلوة بتقلل الهيموجوبين الكتير فيسبها الانسجة بتعمل انجيوجين وعديلها زيادة البي 50 الطب انجي تزاودي دي بجي في الهيموجوبين انه قريدي في نهاية تقول مفيش اوكشن فبينكسر الجلوكوز من غير اوكشن بجلايكوليسيس فانتوك دي بي جي فمش زي الأنسجة هتاخد الاوكشن بالانزايمس اللي هي موجودة في اين الاوكشن في الميتوكوندية مش مصطفة مش مصطفة ان الميتوكوندية هي المكان الثاني والاخير في الجسم اللي فيه دي ان ايه وبالتالي كيبابل اوف دي فيجن وبالتالي سلف ريبليكاتب فالميتوكوندريام الوحدة يبقى اثنين والاثنين يبقى اربعة فانجية الانزايم تزيد ايه الروحة دي؟ وقلنا ولا تنسى في الامس كيو ان فيه مشكلة بسبب الهايبوكسيا وهي الهيبوكسيا لان الهايبوكسيا في الهيبوكسيا عكس السيستيميك بتعمل فازو كونستيكشن انت بقى بعيدها تاني لو عاوز عشان نمشي بخطوات السهل طيب ده حلقنا في الافاق هيا بنا نغوص في الاعماق انكريز بارومتريك بريشا انكريز بارومتريك بريشا بس نزل الحكاية بان اقولي انا شغال كل حاجة اولاد مخرج ومصور واضاء وكل حاجة يلا بس عشان نشوف بوضوح انكريز بارومتريك بريشا تعال نشوف بقى مشكلة الناس اللي هي بتختص في الاعماق الاول ناخد شاء معلومات طريفة واعتبر ده هو عليك لكن اعتبره من قبيل معلومات العامة الطريفة يعني بالاضافة اللي كونيها معلومات علمية مهمة عليك فهي معلومات عامة الطريفة علي سطح البحر ياولاد اهو اتسي ليبل بيبقى كلنا معرضين لضغط مقداره وان اموسفاريك بريشا اتفق ان ضغط الغلافي الجوي اعتبرناه وان اموسفاريك بريشا طيب تحت هزا الضغط بتدوب الغازات في السواقل بتاع الجسمنا وفي الانسجة طيب مين اكتر غاز في الجو الناترش حوالي 80% فكلنا حضرتك وحضرتك والعبد الله بالوقت قاعدين تقريبا عن السي ليبل معرضين لضغط واحد اموسفاريك بريشا فبيزوب في اجسادنا الف سنتي ناترش بتحفظ الرقم ده صام واسا عند واحد الف سنتي ناترش معظمهم في الفاتي تي شر في الانسجة الدهنية طيب لو تصنع على عمق عشرة متر تحت سطح المياه كل عشرة متر في الصوت وطبع في البحر يعادل وان اموسفاريك فلو انا على عمق عشرة متر مش عاوز تلاخبط يعني يفكر يبقى انا معرض لواحد اللي هو الضغط الجوي واحد اللي هو بتاع العشرة متر مياه يبقى انا معرض لطوق اموسفاريك بريشا وعليه اللي هيبقى زائب عندي الفين سنتي ناترش طيب لو نزلت اكتر على عمق اربعين متر هيبقى معرض اللي اربعين متر باربعة زائد الواحد ضغط الجوي هبقى معرض لضغط خمسة اموسفاريك بريشا وهيبقى كمية الناترش المزابة عندي في هذه الحالة خمس تلاف سنتي ناترش وده يخليني في حالة ايفوريا دح كراهيب وده الكراهيب بطريقة سهلة مش في حاجة اسمها الغاز الضحك عارف مين الغاز الضحك؟ هو الناترشي وانا حكي لك قصة رطيفة الناس اللي بتنزل تشتغل تحت المياه بتعمل يعني ديجينج للطانيلز بتحفر تحت المياه فافرد هما هينزلوا على عمق بس عاوز ارسمها لك هينزلوا على عمق خمسين متر خلاص اهو على عمق اربعين متر يبقى معرضين لضغط كام؟ قلنا الواحد اللي فوق اللي هو الضغط الجوي زيادة اربعة يبقى معرضين لضغط خمسة اموسفاريك بريشا هما بقى بيحطينهم في غواصات صغيرة اسمها كيسون كيسون يعني صندوق كلمة كيسون لازم الضغط في الصندوق يبقى خمسة اموسفاريك عشان اللي واقع عليه من فوق خمسة اموسفاريك يبقى لازم الضغط اللي جوه يبقى خمسة اموسفاريك وإلا الكيسون ده يكون لاتس اهي هوريهالك الرسم يبقى احنا قولنا اولاد ان الانسان عند سطح البحر معرض لوحد لو نزل تحت اربعين متر يبقى واحد والاربعين متر كل عشرة بواحد يبقى معرض لخمسة اموسفاريك فتقرر الناس دول ينزلوا على عمق يشتغلوا على عمق اربعين متر هيبقى معرضين لخمسة اموسفاريك بريشا لازم الضغط جوه الكيسون يبقى خمسة وكمان يبقى جوه قد بره وإلا وإلا الكيسون ده يحصل له كلابس زي بالظبط كده ما تمسك كام بتاع بيبسي فاضية وتحطها في ايدك وتضغط عليها تطبق في ايدك فهما لو هيشتغلوا على عمق اربعين متر يبقى معرضين لضغط خمسة اموسفاريك فاهم جات ازاي واحد الجوي زائد كل عشرة متر في الاربعين بواحد يبقى واحد وارمعة يبقى خمسة يبقى لازم يتكسل يبقى الضغط فيه خمسة ازاي هبقى او الهلكة هيب يبقى متصرين بواسط خرطوم كده بسفينة موجودة فوق هي زبطاله بالضغط بالشكل ايه؟ خمسة اموسفاريك يبقى الناس دي اللي عليهم اربعين متر معرضة لخمسة اموسفاريك قلنا زاي ده يبقى عندها كم سنتي نيتروجين خمس تقف سنتي نيتروجين يموتوا على روحهم الدحك طب ما فيش شغل لان النايتروجين هو الغاز الضحي طب افرد احتاجنا ان نزلهم على عمق اكتر من خمسة متر لا تبقى المصيبة افدح للموضوع ما بقاش ضحك بس ده النايتروجين لما يزيب بقى عن خمس تلاف هيدي حاجة اسمها النايتروجين ناركوزيس يعني غايبوبة هي تعرف الناركوتيك الحاجات اللي بتخضر ويحصلهم سين اس دي بريشن في السندوق ده يبقى دي المشكلة في النزول دي المشكلة في الكمبريشن لما يبقى فيه ضغط عادي ان هذا النايتروجين لو وصل خمس تلاف سنتي ناتروجين في جسمك هتتحك افوريا من كده هيحصل لك ناركوزيس تخدير و سين اس دي بريشن تم حد المشكلة دي ولا بطريقة قطيفة ان استبدله الغاز اللي موجود داخل السندوق بدل ما هو فيه 80% نيتروجين و 10% اوكشن طبعا لازم يحتفظوا ب 20% اوكشن ولا يموت بس النايتروجين تم استبداله بالهيليام يبقى مشكلة الكمبريشن انك لما بتنزل على عمق كبير فبتبقى معرض لضغط عالي ولازم يزودوا الضغط داخل الغواصة الصغيرة اللي هبنسميها كيسهم تبقى حاجة زي الغواصات الصغيرة تخلوها برا زي جوه عشان ما تطبقش فانت على عمق 40 متر معرض لضغط 5 اتموسفيرك يبقى جوه فيه 5 استبدالوا النايتروجين بغاز الهيليام فكل الكيسونز اللي في الدنيا اللي بتنزل تشتغل تحت في المحيطات بيبقى اللي موجود فيها 80% افتح ودنك هيليام عوضا عن افتح ودنك النايتروجين الهيليام ما يعملش لايوفوريا لو قبل 40 متر ولا سين اس دي بريشن بعد 40 متر بيعمل حاجة واحدة بس بيغير الصوت ودي حاجة ما تهمناش في فقر المعروضات العامة مين المسؤول عن ابحاث المحيطات اللي بنتكلم عليه هالوقتي عشان ما ضاع الشوقتك الاجابة ناسة اللي هي بتاعت الفضاء هي هي بتاعت الفضاء ناسة هي اللي بتعمل ابحاث المحيطات المشكلة اعمق مش في النزول قلنا في النزول دي حكت او حصل لك نيتروجين ناركوزيس وتخلصنا من هذا الناتروج اللي بيدحك عند عمق 40 متر وقتر من 40 متر يعمل لك تخدير استبدلنا بهيلير المشكلة في الطرق ايه المشكلة تعال نفكر فيه ان حضرتك مشكلة الاعمق هي ازاه نطلع يعني ايه حضرتك للوقتي وانت على عمق 40 متر مزاب عندك 5000 سنتي مش مهم ناتج نخليها هي لازم نطلع ببطء شديد يعني لازم السند نطلعها التاني للمركب للسفينة المستنيات فوق ببطء شديد وفي اثناء عملية الصعود يتم خفض الضغط تدريجيا ببطء شديد عشان تتخلص من هذا الهليام طريق صل بطء شديد المساب لو حصل اكسل تحد وانinander را بدهم او الك条 انطلع بسرعة يتعلمه ضغط 5 أبوسفيريك لوحد أبوسفيريك العادي في السفينة بسرعة طب الـ 4000 سنتي ناترونيز زيادة فوق مفروض يبقوا فيه ألف أنا عندي تحت 5 تاف لو انقلوا لي من 5 أبوسفيريك لوحد أبوسفيريك اللي هو السفينة بسرعة يبقى فيه 4000 سنتي هيليام زيادة ما لحقوش يطلعوا عن طريق اللانجز يطلعوا في صورة إيه صورة بابلز في الدم فقاعات غاز في الدم ويشدوها طالب قال لي ما عندكش طريقة سهلة تفاهمنا بيها القصة دي قلت عندي لكل حاجة شرح طفول يا أولاد عاوزك تتخيل زجاجة البيبسي كولا مش الكان عشان يبقى شايفانها تمسك الإزازة كده كان نفسي يبقى فيه إزازة معايا الغازة دي مذاب فيها غازات صح طبص طول ما هي مقفولة مش شايف أي بابلز مش شايف أي فقاعات في الإزازة ليه؟ لأن الإزازة مقفولة محتفزة بالضغط وجوه عالي طول ما عليها ضغط عالي جوه الغازات مزابة تعال بالخيال وكلنا نقدر نتخيل أنا معايا فتحها هو وروح تفتح الإزازة بسرعة يعني عملت إزالة سريعة للضغط تلاقي كل الغاز اللي كان مزاب ده ظهر في صورة بابلز والإزازة حتى بتفور ويصها يوقع بره أفتكر كنت زمان ما كانش في غري الأزاز دي وكان بيبعوها الولاد كده من روح دي روح محطة بنصر يسافر معاهم كده الديني حر معاهم جرادل وفيها الأزاز دي ومسقعينها حلوة أقولوا الديني إزازة الوقت ياتبارة كده يروح فتحها بسرعة فشال الضغط من الزجاجة فظهر البابلز والإزازة نصها فقاع في الشارع ويديني النص التاني يعني حاجة مسخرة المهم طول ما أنت معرض ضغط عالي خمس أبموسفيرك الخمس تلاف سنتي نيتر اللي هم استبدلناهم بهليام عشان ما يحصلش لأيفوريا ولا ناركوزيس المشكلة تحلق بالهليام في النزول مزاب لو أنا اتحصل أكسين تحت وطلعوني الفوق بسرعة أزالوا الضغط من خمسة إلى واحد بسرعة طلعوني للسفينة بسرعة كأنهم شألوا الضغط من علي فكل الغازات المزابر دمي دي هتظهر في صورة بابل جسمي كله تمالة بابلز عاوزك كده بالخيال تتخيل أنك شايف الأوعية الدموية عندك كل الأوعية الدموية دي تمالة بابلز سدك الأوعية لأن طبعا البابلز مرورها في الأوعية صعبة جدا دي مش سمش في حالس أدب تقفي الأوعية وهتنتهي بمصيبة عشان كده سموا المرض ده إيه بقى مرض اللي ناتج من دي كومبريشن والمقصود والمقصود التحويل ده إيه بقى دي كومبريشن أو سموها لأنها بتصيب الناس اللي موجودة في الهواصلات الصغارة اللي هي الكيسون سموها كيسون ديزيز أنا شوفت مرة عليها فيلم في دي كومبريشن تمام؟ فيبقى يحصل تعالوا شوفوا لما البابلز سيحصل يحصل أربع نصائب البابلز دي في أوعية المخ تعملي تشنجات شلل والتشنجات طيب في الرئة البابلز في البلموناري فيسلز تعمل إيه؟ ديسنيا نهاجان وشوكينج اختناق طب البابلز دي في الكوروناري فيسلز هتسند الكوروناري بقى الحلط مش رحله دم يحصل حتة في القلب تموت طب البابلز دي في الأوعية اللي رايحة للجوينز تبدي سيفير بين يبقى ده مرب مهم جداً اسمه دي كومبريشن سيكنيس أو كيسون ديزيز سببه ايه بقى؟ رابد اسنت والمعنى رابد دي كومبريشن عشان كده ساموه دي كومبريشن انك نقلت شخص من ضغط عالي لضغطه قليل بسرعة فملحقش ملحقش الغازات اللي زيادة تطلع عن طريق اللانجز فظاهرت في صورة بابلز في البلود فيسلز فقفلتها تقفل السريبرال بارالسل و كومبالشن اللانجز ديسنيا اختناق الكورونري انفاكشن الجويند فيسلز طب ايه العلاج انا اقولك ايه العلاج هم على فكرة مستعدين لهذا الموقف؟ يعني لما بيبقوا الناس في الكيسون تحت على عنق 40 متر افتكر معي يبقوا معرضين لضغط كام؟ واحد قال لي معرضين لضغط خمسة أبموسفيري مزاب عندهم كام؟ خمس تلاف حطين في السفينة فوق مجهزين قوضة فيها ضغط خمسة السفينة جاهزة فوق عشان لو اضطرنا نقولهم بسرعة ندخلهم تاني في القوضة دي اللي الضغط فيها خمسة يعني نعمل لهم اسمع كويس برومت ريكمبريشن برومت احسن من كلمة اميديا برومت يعني بسرعة شديدة نعرضهم لنفس الضغط تاني فالغازات تدوب 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 تاني في السوائل فلود باي في الغرفة دي فلود باي سلو جراديول سلو جراديول ري سلو جراديول دي كومبريشن عشان نتخلص من الغازات دي من المصاري الطبيعي وهو Ungs دي مشكلة دي كومبريشن ثيمس يبقى لما بننزل في المحوطات نلخصها بقى الناس اللي بتعمل بتدج أندرووتر لو نزلت على عمق قول انت معايا أنا دلوقتي أنا وحضرتك معرضين ضغط واحد أبموسفريك واحد مزاب عندنا كام يلا قول معا الأرقام رجع ألف لو نزلنا على عمق أربعين متر يبقى معرضين ضغط كام كل عشة باربعة زائد واحد ضغط جاوي يبقى خمسة فلازم الكيس اللي احنا فيه عليه ضغط خمسة يبقى الضغط جواه خمسة وإلا يتطبع يبقى مزاب عندنا كام دلوقتي خمس تلاف ناتر قلنا خمس تلاف يلاحكوك لو نزلت على عمق أكتر يعملو لك ناركوزيس يبقى الأول إيفوريا وبعين تبقى ناركوزيس تمام طيب المشكلة دي حلوها ببساطة شديدة الكيس بدل ما فيه عشرين في المية أكشن ودي أساسية وتمانين في المية ناتر بقى عشرين في المية أكشن عشرين في المية أكشن وتمانين في المية هيلة بس الطلوع ما تحلتش المشكلة لازم يطلعوني جراديوالسلو وفي نفس الوقت يقلوني الضغط جراديوالسلو فالإكسس هيلام ده يطلع عن طريق مين يا أولاد يطلع عن طريق اللانس لو عملوا لي رابد دي كومبريشن حصل أكسل تحت واضطروا يسحبونا بسرعة يبقى أزالوا الضغط من خمسة الواحد بسرعة زي بالضبط إزازة البيبسيكولا اللي فتحتها بسرعة كل الغازات المذابة دي تظهر في صورة بابلز بابلز تخيل انت إزاز الكوكاكولا الوقت كل كل الفيسلز عندك في صورة بابلز تقفل السريبرال تقفل السريبرال تقفل اللانجز تقفل كرونالي إمفاركشن تقفل الجوينت فيسلز وطبعا بيموت الشخص ممكن طب إيه اللي؟ يبقى ما هو سبب المرض؟ رابد دي كومبريشن عشان كده سموه ايه؟ افتحوا ايدا دي كومبريشن سيكنس او الاسم التاني المرض الخاص بالسنديق الصغارة اللي هي الغواصات الصغارة اللي هي الكيسون ديزيز طب إيه العلاج؟ برومت تري كومبريشن نعرضهم في قوضة تاني ضغط عالي جدا نفس الضغط اللي كانوا فيه فالغازات كلها الدوب فولوب باي سلو جراديول سلو جراديول دي كومبريشن عشان يتخلص بينها عن طريق اللانجس وقلت ان اللي بيعمل ابحاث المحيطات هم نفس ابحاث الفقضاء اللي هي ناسة طيب انما لا يحدث في الاعماق يمكن ان يحدث في الافاق يعني ايه؟ لو حضرتك رحت مطار عندنا مطار مبابة واركبت طيارة اللي هي مفتحة مش مقفولة ضغط مش مزبوط فيها اللي هو بيشدوها كده بسلك وفجأة يسيبوا الخطاف وتروح طالع بسرعة اهم حدا بيعلموهلك ايه؟ وانت بتتمرم في مطار مبابة اللي هو الناس اللي رايح تتمرم على الطيران كده يعني هوبي هوبي انك انت لما نسيب الخطاف اوعى تعمل رابل أسنت لانك لو عملت رابل أسنت اتنقلت من ضغط عالي واحد أبموسفيريك عند الارض لضغط وليكن نص فوق من ضغط واحد لفوق طلعت بسرعة النص يبقى فيه 500 سنتي زيادة نيتروجين ملحقتش تطلعهم عن طريق اللانكس الازالة السريعة للضغط من واحد عند مستوى البحر ولما طلعت تطلع النص فوق الـ 500 سنتي زيادة دول هيطلعوا في صورة ويحصل لك هذا المرض فان ما يحدث في الأعماق يمكن ان يحدث في الأفاق امت بقى المشكلة دي تحدث؟ برضو رابل أسنت بس اسمع الكلمتين الجايين في أمبريشرايز أمبريشرايز ايروبلاين نحن لا تحصل في الطائرات التجارية حتى انها تطلع بسرعة اللي بنركبها الكوميرشل والطائرات الركاب لانه هم مزبطين الضغط نحن لا نقلع بالضغط اللي بره خالص نقعد عند السي رابل واحد نطلع على ٢٠٠٠ ألف قدر واحد برضو الضغط في الطيام فهذا اللي بيحصل ناخد مشكلة تانية الاسكوبا الاسكوبا اختصار self-containing underwater breathing الاسكوب اللي هو الاساس اللي هو عمل الاساس اللي هو اللي هو اكسجين بعد ذلك اختصار لدينا في راس محمد واحد من احسن اماكن غطس في العالم احسن من الاسكوبة وعندنا في ذهب حتى الـ Blue Hole رهيبة ولكنني لا أفعل هذه السكوبا لا ندعه بها سنوركينج بس اللي هو بتاع الواحد يلبس له نظارة كده ويتفرق ده اقصية بقى لازم على سطح الباين العبط ده ما عملوش نيجي السكوبا دايبينج اللي بيحباها الأجانب جدا وقلنا سكوبا ده اختصار سيلف كونتينينج اندرووتر بريثنج أبريتس فكرة كده الآن ان انت حضرتك لابس الاستوانا دي الاستوانا دي فيها الضغط عالي صح؟ اهم حاجة لما بينزلوك ان انت اللانج متصلة بالاستوانا اللي على ظهرك فالاستوانا الضغط فيها عالي مفيش مشكلة الضغط الواقع على صدرك برضو عالي فدي موازنة دي لما بالبس الاستوانا تبصلي عشان تفهم الاستوانا على ظهر ما بينهو في الخراطيم والماصر الاستوانا الضغط فيها عالي فالضغط في الرئة المتصلة بها عالي بس انا ما بختص المية عاملة ضغط عالي ببرا يبقى الاستوانة عاملة ضغط عالي في الرئة الرئة متصلة بالانبيب بالاستوانة ضغط فيها عالي بس الضغط العالي برا بتاع المية دي معادة دي فالقاوي يقولك بص هنديك دارس الاول الدارس ده تقعد انا حضرته بس ما عملش العاملة دي تطلع منه بكلمة واحدة بس under no condition تحت اي ظرف ايه وعلى ما تختص تتخض وتطلع بسرعة ليه بقى لان لو حضرتك طلعت بسرعة طلعت بسرعة يبقى بدل ما كنت محاوب بماية ضغطها عالي معادلة ضغط العالي اللي في اللانج بسبب اتصالها بالانبيب اللي وراء اللي ضغطها عالي لو حدك طلعت بسرعة بقيت محاوب بضغط جوي ضغط قليل يبقى جوه اللانج عالي وفجأة بدل ما كنت انت محاوب بضغط مية عالي بقيت محاوب بضغط هوا قليل ففجأة الرئة تنتفخ ويحصل rupture of pulmonary vessels ويحصل fatal air embolism fatal air embolism تعال بقى اورهادك عن رسمك يبقى حضرتك الضغط في الرئة عالي ليه عالي افهم لانها تتصل بالانبيب اللي فيها ضغط الغاز عالي طب ليه ما فيش مشكلة اونا تحت المية لان الضغط عالي جوه الرئة بس من بره في ضغط عالي كما متع المية لو حدك بزخت من فوق سطح البحر تخضطه تلاقص بسرعة ده سطح البحر بدل ما انت محاوب بمية هنا بقيت محاوب بهوا هنا فالضغط عالي يبقى الضغط جوه عالي وهنا قليل فبيحصل اتساع مفاجئ في التساع مفاجئ في القفص الصدري اتساع مفاجئ في اللونج rupture of pulmonary vessels وطبعا fetal air embolism وشوفنا اولاد fetal air embolism دي بيش عليك from rapid ascent from a shallow as two to three water زي عالي ناس تنزلوا ثلاثة متر بس وشاف له بساريا تخض منها ما وفيه ناس هوبلي اولاد يعني خب بالك السمك اللي انت نزل تفرج عليه ده بكونديشند هو متعود انه محد بينزل بيرميله اكل مهم عشان يفرجونا السمك ده بيرموله اكل فالسمك يجي المراوي انه نتفرج عليه الشخص له بلده اللي غطس فاكره لما هينزل ان السمك هيمشي هو هي عمراء مش فاهم انه اول ما يزل لقى السمك كله جاء عليه مع انه سمك قد كده لما لقى السمك كله جاء عليه عمل ايه بقى عمل مصيبة شوف عمل ايه hold his breath ليه حاجة طبيعية روحت لما لما يتخضي روحت مسك نفسه وضغطه جوه عالي طالع بسرعة جدا طالع بسرعة جدا بدل ما هو محاوف بمياه ضغطه عالي بقى محاوف بهوا ملوش ضغطه جوه عالي اتفردت التشيست انفجر البلماري بيسلز وتوفوها الله من ايه من ايه تلاتة متر اشاله واسدبسه في ثلاث متر احكي لكم غصة عشان يعني للمزاح مرة كنت احضر فيلم الجو ستو عارفوا الافلام المشهورة دي بتاعت فاك المفترس وبعد قعد جنبية اتنين ما عندهمش فكرة عن حاجة وبعد الراجل نزل فبيعون لقى سمكة القرش جاء عليها فطبعا ايه عمل ايه هو من الخضة وهو لابس القنابيب دي ضغط جوه عالي جوه راح مسك نفسه وطلع بسرعة فبدل ما هو محاوف بمياه ضغطه عالي بعادل ضغط الانبوبة اللي متصل بيها الرئة اللي عالي جوه بقى محاوف بدل ما بمياه ضغطه عالي بقى محاوف بهوه ضغطه قليل والضغطه جوه رئة عالي ليه بسبب الانبوبة المتصل بيها الضغط رئة عالي يعني مسك نفسه على ضغط عالي جوه معده ضغط المياه ورح طالع بسرعة فبزغ من تحت سطح المياه بدل ما هو محاوف بمياه ضغطه عالي بقى محاوف بهوه ضغطه قليل فحصلت تساع مفاجئ في الشيست كيج في اللونغز انفجرت البلمونيوري فيسلز فيتال ايرنجليزم من ناس ايه غطس منزلش غطة متر ضيع نفسه كما كارثة طيب مره اخرى اولاد انما يحدث في الاعماق يمكن ان يحدث في الافاق طيب دي ازاي تحصل هنا بقى في الطيارة بتاعت ركاب لحضرتك وحضرتك وعبدالله ركبنا احنا قاعدين هما ضبطين الضغط واحد في جهازين يضبط الضغط بقى ليش ضعب الضغط لبرا برا برا فيش اي ضغط يسكر على ارتفاع تحتين الف قادر بس احنا قاعدين في الطيارة ضغط واحد حصل عملية ارهابية فجروا الطيارة فتحت الطيارة فجأة فالهوى تسرب لجوء الطيارة فالضغط ضاع لجوء الطيارة فالرئة كان جواهة هوا بضغط واحد وبرا فجأة مفيش ضغط لانه تم فقداني الهوى والضغط بسبب ان الطيارة تفتح بسبب الانفجار فكلنا تشيسط وهو يروح مفروض فجأة تنفجر يسموها انفجار انفجار دي تحصل فين بقى لو حصل فقدان الضغط فقدان الضغط في الكابين في الايرو بلين في الكبيرة اللي احنا عادين فيها في الايرو بلين اللي هي مضبوط فيها الضغط تفقد الضغط فجأة فالشيسط مهما انجع عليك السماء لا تتخذش فلو احد تقولي طبعا اعمل ايه لو عاوز تتلع برضه مخدود شوية شايل الجهاز من عبوك فتطلع الضغط العالي وتطلع بالراحة فالضغط العمالي لما يتساع الاتساع الذي يؤدي الانفجار لو عاوز تسمع الكلام ده بأسمعه مرة أخرى لكي أخص كمية كبيرة ده مشكلة الأعماق نيجي عندنا شرقة ضائعة السويرة لنهي الهردان بإذن الله مسكولر اكسرسايز ده سؤال ناظري ايهو تأثير المسكولر اكسرسايز على النفس على الرسبرشي انا اتصور ان انت من غير ما تبقى مذاكر المسكولر اكسرسايز هتزود الرسبرشي لوحد لما بيجري نفس وبيزيد الاكشن كونسومشن صدق او تصدق ممكن يزيد حتى 20 مرة 20 مرة لكام سبب لسبعة سبب سؤال ده فوش ولا حاجة جديدة هنراجع اللي عارفينه قبل كده لكم سبب هيزيد النفس وطبعا زيادة النفس هتزود ايه اولاد يعني لما الاكشن كونسومشن زاد 20 مرة بسبب زيادة الفنتيليشن والديفيوجين واحد يقول ازاد ديفيوجين يزيد مش انت اما تنهج الرئة تتسع فالاريا تزيد والثيكنس بيقل والثيكنس 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 وطبعا لما بتجري في دم اكتر بيجي للرئة فبيزيد البرفيوجين يعني انا اقول لكم حاجة حلوة عمليت نفس ثلاث حاجات اجيب هوا دفنتيليشن الهارت يبعت دم ده بيرفيوجين ويحدث ما بينهم تبادل ده ديفيوجين يعني تبادل غازات يحتاج ثلاث عمليات تجيب هوا تهوية الجهاز الدوري يبعت دم وبعين ما بينهم يحدث ديفيوجين صور في الاكسرسايز من روعة الخالق والخالق تاتا بيزيده بيزيد الرئة بتشعر اكتر الدهارت يبعت دم اكتر بيزيد البرفيوجين ورئة لما بتتسع الاريا بتزيد والثيكنسي ال احنا بقى هنركز انا بتنفس اكتر موضوعنا البرفيوجين لكم سبب سبع سبب انا بقى سمهم طريقة حلوة مع عشقة مثل عشق النظام اتنين 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 واحد يعني ناخد كل اتنين مع بعض وعين هتفضل واحدة الواحدة من السبب اول اتنين في الكامستري الواحد يقولي انا لما بعمل اكسرسايز بستهلك بستهلك اكسجين فالبريشار اكسجين بيقل وبينتك ساني اكتر الكاربون فالبريشار الكاربون بيزيد ودول بيستيميليتر اسفريشي ده الطالب العادي بس انا قلت اولاد هنا وهنا فقط تصنع الاوائل 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 ميقولوش كده يقولوا ان في اللايت والمودريت اكسرسايز معدل استخدام الاوكشن يعادل معدل تدفق فالبريشار اوكشن سابق معدل الاوكشن يعادل معدل التخلص منه فالبريشار سابق يبقى في اللايت والمودريت اكسرسايز مفيش تغير في البلاك جاسيز في الاكسرسايز الخفيف او المودريت فقط فقط في السيفير ساستيند اكسرسايز ليه بقى؟ لانه بيكون لابتك اسيد المصر يطلع لابتك اسيد من الانيروبك متابوليزم والاسيدوزيز باستياملات الاسيدوزيز باستياملات الاسبريشار هتتعاوز ارافت كم الهدروج ما كان يشتغل على سنتر الكيمو رسيبترس لانه لا يمكن أن يتقوم بغيان البرين انما كان يشتغل على بريفر الكيمو رسيبترس هذا كيف تتقال البلاك جاسيز للأوائل انما الطالب عادي يقول لك انها ستقوم باكشن غلط في الزواج والموضرات يتم تغيير تغيير في السيفير ساستينت يطلع لكتيك أسيد وهذا يستيميليتر اسبيش عن طريق الفريفراكيم ثاني تغير في الكيميستي بلاده ان غير الأسيدوزيس يطلع نور إبنافرين وإبنافرين ويستيميليتر اسبياتيسانتر يبقى دول التو كيميكا ناخد اثنين هاير سينترس بص معي السريبرال كارتكس في الأثليتكس يبقى عندهم يعني كونديشن رفليكس عارف ان هو هيلعب فحتى تخيل بحب اقولها دين فريق القومي بتاعنا في أول مباراة إذن الله في روسيا وهم عافين بيأخذوا الصور بس كلهم أبطار ياضين وشايفين مدرج مليان والناس بتتابعهم في العالم كله مليارات فالسريبرال كارتكس بيبعت حيث يبقى عند مباراة حاجة كونديشن رد فاعل مرتبط كونديشن رفليكس يحصل له النفس يزيد بفور بفور ده بجينيكو اكسرسايس تبقى راجع محاضرات الارتية بلد بريشر هتلاقي حتى الضغط والبلد بيسل كاب تبتدي قبل الاكسرسايس طيب ابتدت المباراة قلنا درجة الحرارة بتوصل كام بيسخى اللاعب فالسخونة بتأثر على الثيرموستات الثيرموستات اللي موجود فين قلنا كل الستات فين فكنا بس الثيرموستات دي مش ستات ستات يعني منظم الهايبوثالماس لما قلنا كل الستات تحت السرير ما هو هايبوثالماس ياولاد يعني تحت المهاد اللي هو سرير الطفل وقلنا في الحر الواحد بيعمل ايه؟ بينهج حتى الواحد يقول يلهث يلهث من شدة الحرارة طيب يبقى دي كمان اثنين عندي 2 ريسبتورس بقى أولاد البرو بريسبتورس في المسلس اللي قلنا في المسل واللي يجب لما بتحرك الريسبتور بتشتغل في التيوائنس والموصر والتيainen دي بتستينيليات بالاستيبους أنا ما بجرد الفيناس التار من تحت الفيناس تار فالص الخلاص اللي هو اللي هو خدناها تشغل نفس وسمينا ده هاريسون ريفلكس هاريسون ريفلكس فتكروا كان فيه ممثل كده كاندي مشهور اسمه هاريسون فورد يا الله فكر في الأفلام اللي عملها أقولها لك المرة الجاية هاريسون هاريسون ريفلكس يبقتوا ريسيبتورس بتوقع المسلس البروب ريسيبتورس مسل ليجا من جوينتس هم مش في المسل بس للأوائل مسل ليجا من جوينتس وبعدين لما أنا بجري الدم اللي راجع للقلب دينا ستيرن زيت فالبريشار في الرايت إيترا ميزيت فيبعت اكسيتاتروين بلسا عن طريق الفيجاس استميلت النفس ده اسمه هاريسون ريفلكس يبقى خلصت نسبة ودينا دم محمل باوكشن كتير الأنسجة هناك عند الأنسجة بقى يحصل الحاجة السابعة الرائعة ان الاكسيدن ديشيشن كير بسبب الاكسرسايز بيزود أربع حاجات بيزود البرودكشن في كاربون اكسيت بيزود التمبرتش المسخن بيزود الدي بيجي بيخلين الواصف مرأسيدك كل دول بيغيروا شكل الهيموجلوبن يخلوه يسيب اوكشن يدكريز الأفينيتي في الهيموجلوبن للأنسجة اللي عاوزة اوكشن يعني شفت كيرفتو ده ايه أولاد قلناها المرة عشرين نحل حلوة احنا اهل اليمين توزر عايت ديكريز الأفينيتي ان اللي مجرب يدي يدي ده يسموه الاكسين شان كيرفتو ده رايت ديكريز الأفينيتي اللي هي ديكريز الأفينيتي تعادل ايه بقى أولاد انكريز بي فيفتي هادي الإجابة المزيدة للسؤال ما هو الافكت اوكسرسايز على ريسبريشن؟ ما تبدأش كده يعني من الضار للنار الأول تقول المقدمة اللي هي بلو الأحمر الأواعيب بقى الإجابة بتلقى متميزة كده يقولك الاكشن كونسومشن هيزيد 20 تايمز لماذا؟ بسبب ذيادة العمليات الثلاث الفينتليشن والبيرفيوشن بتاع الكاردوماسكور والتبادل ما بينهم من هو الديفيوشن طب ليه زاد الفينتليشن؟ يقول لنا ليه سبع أجباب بقى هركز في الاسفريشن تغير الكيميستي بتاع الباب مش هقولها تاني بالتفصيل هقول بس النقاط هيزيد البلاك جاسيز ويزيد النور إبنفرين والإبنفرين وتبتفاهم البلاك جاسيز اتهت ازاي؟ مش هعيد تاني التفصيلات وبعدين اتنين هاير سيمترز قبل المباراة سريبرال كورتيكس رد الفعل المشروط بسميها هايبة المباراة نحن بنتصور وهتبتدي مباراة بيراقبها عشرات الالاف في الملعب ومليارات في الدنيا تبتدي النافس يزيد في الاتلاتيكس بسبب إمبالس جاء من السريبرال كورتيكس طب بلعب بجري الميتابوليزم ذات انكريز ميتابوليزم انكريز ميتابوليز يشغل الثيرموستات في الهايبوثنامس وكلنا يعلم اننا نلهث من شدة الحر يبعد اتنين كمان وبعدين نلعب بجريم تبعد في الاتلاتيكس والحيوظ والاتريم لما يزيد الفينيس يزيد الفينيس تبعد بسيطة الوثير طيب رحنا ودينا دم كثير محمل على الانسجة ان يسيب اكتر الكاب الشفت الناحية الحلوة بسبب أربع أشياء تقول لهم زيادة الهدج وعين زيادة الهدج وعين وزيادة الهدج وعين أربع زيادات تقلل الأفينيتي حتى الهدج وعين الزيادة أربع أشياء تزيد يزيد الزيادة الهدج وعين يتكسر الجلوكوز يقلل الأفينيتي وعينة الهدج وعينة الهدج لكن من يقولها الصعبة زيادة الهدج نجي اللوحة ما قبل الأخير فاضل حاجات بسيطة خالص نريد أن تخلص اليوم كفاءة كده لكي يكون لدينا بإذن الله بإذن الله تسلف الكامل حضر للفضلين الآن ستسئلها الناس الذين كانوا يسئلون على العمل يتسئلونها في العمل كثير قوي كلمة في اللغة يعني نفس فيما أقول أيو يعني نورمال أيوبنيا يعني نورمال بريثنج حل أيوبنيا نورمال بريثنج ما أقول حتى إيوثيرويد يعني الثيرويد بتاعتك طبيعية أبنيا يعني نورم يبقى نورم بريثنج حيبريبنيا زيادة في الدبث وبريثنج يعني بتوسع الشيط أكتر يبقى زيادة في الدبث إنما تاكيبنيا تاكي يعني سريع زيادة في الريت يبقى رابد ريسبريشن لتنم مع بعض إنك تزود الدبث وتزود الريت يسموها يبقى 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 بسبب زيادة الرئيس الل REIT تاكيبنيا صورة أكتر زيادة ال�俠 disorder يبقى تاكيبريبنيا تاكيبنيا 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 زيادة الريت تاكيبنيا نام مع بعض هايبربنتلشن نطوي يبقى يلقي يلقي ي 계속 ديس لغ كم تنف Hungarians ديسفيجيا صعوبة في البلع ديسنيا صعوبة في النفس أورثوبنيا أورث يعني مستقيم يعني الواحد لما ينام في الوضع المستقيم بيجيله نهجاني ديسنيا أونلاينج ستريت أورثوبنيا وبقولها لكم حتى في فقرة معلومات العامة أنه في كل الأديان بينقسموا إلى طواقف ففي المسيحية فيه ثلاث طواقف الطائفة اللي موجودة في جمهورية مصر العربية أو في الشرق عموما اسمها الأورثودوكس وفيه البروتستانت اللي هم المعترضين وفيه الكاثريك عارفين كلمة أورث جاية منين؟ لأن هم بيعتقدوا ما هو كل طائفة بتعتقد أن هي عندها الإيمان الصحيح وأن الطائف الأخرى لا مينش مزبوطين زيهم ومنها جانت كلمة أورثودوكس أورث يعني صحيح مستقيم ودوكس يعني إيمان إيمانهم مستقيم فافتكر كلمة أورثو يعني مستقيم لما تنام عدل في السرير يجي لك نهجان تقعد في السرير نهجان يروح يسموا دي في الطب أورثابنيا طب بريوديك بريدينج يعني ألترنيشن بين أبنيا أنت هايبرينتليشن شفناها في البرايمنتليش في الهائتيتود أنك أنت تنفس كتير شوية فتوقف شوية يسموها بريوديك بريدينج دي في العامل المهمة أو تبقوا عفينها أولاد ثاني أولا يبقى المقطع الأول هو المهم بنيا يعني بريدينج إيو نورمال إيو نورمال بريدينج إيو يعني نو أبنيا نو بريدينج هايبر يعني حاجة كبيرة زيادة في الدبث ديب بريدينج تاكي يعني سريعة تاكبنيا يعني حاجة في الريت تزود الدبث والريت يسموها هايبرينتليشن طب ديس يعني ديفيكل ديس نيو هنا البيس هايين ديفيكل بريدينج أورثوبنيا يعني ديفيكل بريدينج لما تبقى أورث أورث يعني وضعك مستقيم زي ما قلنا أورثو دكس بيعتقد أن هم أصحاب الإيمان المستقيم أو الصحيح طيب بريوديك بريدينج يعني الالترنيشن بتوين أبنيا أند هايبرينتليشن نيجي بقى موضوع مهم في الطب يا أولاد سمو ديسنيا اللي هي الناس اللي بتنهج خبه لك من نعمة الله على الإنسان إن إحنا في حاجتين يعني يوجد نوعان من العضلات تتحرك في جسدك ولا تدري عنهم شيء عضلة لا إرادية وهي عضلة القلب ومفروب ما تحسش أنت أن قلبك بيطر وعضلة إرادية إرادية وهي عضلات التنفس عضلات التنفس وأنت ما تحسش بيه طيب لو الفنتيليشن بقى الضعف يعني بدل ما حضرتك بتتنفس ستة لتر نحن قلنا نص لتر في النفس اتناشة مرة في الديها هيبقى ستة لتر بقى الضعف بقيت تاخد اتناشة لتر تبقى وير يعني واخد بالك إنك تنفس بس مش متضايق زي ما تطلع السلم كده دوره على دورين بسرعة أول ما تقعد انت الوحيد اللي واخد بالك بالنفس بس مش متضايق لو النفس بقى تريبلت يعني زاد لثلاث تضعف الفنتيليشن تضعف لثلاثة تبتدي تبقى متضايق بالنفس يعني مش بس أور وعندك شورتنسو بريث حتى بيعجبني تعبير شورتنسو بريث في تعريف الديسنيا لأن الواحد بيحس يقولك إيه حتى الناس بتتكلم بالفطرة صح يقولك الواحد نفسه بقطع يعني يتقطع كان نفسه يكمل النفس وحس النفس قطع في تحريف رائع يبقى مش عاوزك تقول ديسنيا ديفيكال بريثين ده قولناه قبل كده حاجة يعني مش صحة قوي لانما لو خنقتك هيبقى فيه صحوة في النفس وده مش ديسنيا إنما ديسنيا لازم كلمتين إنك أور واخد بالك وحاسس إن الأنفس مقطوعة أوف شورتنسو بريث أوير أويرنس أوف شورتنسو بريث للاواحد تحصل إمتى دي أور بس من غير ما تقس إن نفسك معطوع لو كان ضابل إف تريبل طيب نيجي حاجة اسمها ديسنيك إنديكس معامل النهجان يا أولاد إيه بقى معامل النهجان دي؟ إحنا بنقسم الـ احتياط التنفس فدناها قبل كده على الماكسيمام بولانتري بنتليشن الماكسيمام بولانتري بنتليشن فاكرين كنا قلنا الماكسيمام بولانتري بنتليشن لو تنفست بأعمق ما يمكن وأسرع ما يمكن لمنطقة ربع ديها وضربنا نتيجة في أربعة وليه حتى كنا قلناها ربع ديها؟ بعدها لك تاني لأنه محدش يقدر يتنفس بأعمق وأسرع ما يمكن ديها كاملة يتعب ويفقد كلميات رهيبة من سيوتوف يجينه ألكالوزيس والألكالوزي يتنعز الكالسام يجينه تشأنك ففي الماكسيمام بولانتري بنتليشن من خالعان يعمل ماكسيمام إلا تشأنك هيا كم تحتوش ففي الماكسيمام بنتقر من الحين نضرب أربعة كم تحتوش عندما قلنا نعمل نأخذ ستة لتر الفيمين اللي عضلاتها ضعيفة لو عمل لتعرف تاخد 106 لتر 10-20 داقر 60-120 لتر في ديها ده الماكسيموم فولانتري من 3 الميل طبعا عضلاته اقوى ياخد 80-160 ده الماكسيموم طيب يبقى سبحان الله طب عشان ناخد عدد ثاني بالحساب تعالى ناخد عدد 100 يعني كله في قلبه بعضه كده الماكسيموم فولانتري من 3 الميل 100 لتر طب انا نورمال باخد كام وانا اقعب مهزب كده 6 لتر نصف لتر ناشا مرة بقى 6 لتر يبقى ريزيرف عندي كام الجهاز مصنع يقدر ياخد 100 لتر ده انا خدت يعني اللوه ليبت ده احنا قلنا في ميل 60-120 والميل الميل لحد 160-160 لتر في ديها انما انا خليني مية يبقى انا ديورينج وانا مهزب كده باخد 6 لتر ده لكن اقدر اخد كام 100 يبقى عندي احتياطي كامل بريدينج ريزيرف باخد 6 واقدر اخد مية يبقى عندي احتياط 94 يبقى الريدينج ريزيرف ده ولادي يساوي ايه هكتبها له يبقى الريدينج ريزيرف ده عبارة عن الماكسيموم فولانتري من 3 ناقص اللي هو قلنا لما لما بدون مجاملة مية ناقص ستة تبقى باربعة وتسئين على الماكسيموم فولانتري من 3 اوه مية اهي بص اهي بنسبة اكتبت اقصاد اهي هوريها لك اهو يبقى الديسنك اندكس هي نسبة بين الريزيرف الريدينج ريزيرف والماكسيموم فولانتري من 3 اهيه هوريها لك اللي هو الريسباتري من 3 اهيه و اللي قدر اخده 100 لتر بدون مجاملة حتى يبقى الريدينج ريزيرف عندي 100 ناقص ستة من 4 اهيه على الماكسيموم فولانتري من 3 اهيه يبقى لازم النسبة ده في الشخص الطبيعي تطلع اكتر من 90% فهم ليه لان الريزيرف اكتر من 90% الريزيرف 94 ف94 من 100 تبقى اكتر من 90% اما لو حضرتك عندك ديسنية نهاجان يبقى هتعمل ايه يبقى بتاخد كتير خلاص لما تاخد كتير لانك بتنهج يبقى اللي فضلك ريزيرف هيحصل له ايه هيقل يبقى الديسنية انديكس في هذه الحالة اهو الديسنية انديكس هيقل يبقى مفهومة يبقى اللي بينهج بياخد كتير فالريزيرف اللي فضله ريزيرفي قل فالنسبة ما بين الريزيرف والماكسيموم تقل اللي هي ساموها ديسنية انديكس معامل النهجات تبقى قل من 70% يبقى الديسنية انديكس هي نسبة ما بين الريزيرف والماكسيموم وقلنا نجيب ازاي الريزيرف الفارق من الماكسيموم واللي باخده فعلا اللي هو الريسباتوري بين الوليوم نورمالي الريزيرف 94% يبقى اكتر من 90% لو انا بنهج هاخد كتير يبقى الفضله ريزيرف قليل يبقى اللي فوق قل يبقى النسبة يبقى اقل من 70% يبقى نورمالي النسبة دي فوق 90% لو اقل من 70% يبقى عندي ديسنية فعلا ازباب ديسنية تعال قل ازباب ديسنية في اهم سببين فيه ريسبيراتوري وفيه كاردياكوز لو انت طالب ذكي عملية التنفس عبارة عن كم حاجة قلنا ثلاثة اجيب هوا واجيب دم وتبادل ما بينهم يبقى يبقى اي دفكت في العملية بالثلاثة دول في الهاتف اللي هو من الرئة اجيب هوا او الهارت يبقى الدم ويحصل ما بينهم يبقى ديسنية طب الدفكت في البنتيليشن سبب ايه قلنا امراض الرئة نوعان لو المرض بيختص بالشعب في ديق في الشعب تبقى اوستراكت بلانك دزيز في اوستراكشن في الاكيوت فورم خدنا احسن مثال برونكا الاثمر رابو الشعب في الكرونيك فورم احسن مثال خدناه الامفيزيما اللي هو كرونيك اوبستراكتب بالموني ريس اوردر سي او بي دي يسمونه في امريكا او ممكن يبقى الشعب زال فول بس فيه وان لانج أوتو فانكشن مش شغلة يبقى يسمونه ريستريكتب لانج ديسن يبقى اسباب الرسفيراتوي ديسنية الدفكت في حاجة من ثلاثة او الانتليشن او الانتليشن والدفكت في الانتليشن او او ريستريكتب عمرك سمعت انه عنده القلب القلب وبينك اه طبعا في مراضين في القلب مشهورين جدا او لان يجعل الوحيد ينهك مفروض افهم معي الدم بعد ما يحصل له اكسوجينيشن في الرئة سيروح للليفت اتريم ويعدم الميترال يروح للليفت وبينكري ويوزعه على الأنسجة فلو اني عندي مايترالستينوزيس ديق في الصمام الميترالي او لفت سايد هارت فيلير حبوط في الناحية الوسرى من القلب في هاتين الحالتين سواء الميترالبالب او لفت فيلير مش قادر يستقبل الكمية الواجبة بالدم ليس باستقبلش خالص فيلير يعني يستقبل الكمية أقل من المفروض لان يستقبلش خالص تموت ففي عينين مشهورين في القلب عندهم لهجان عيان ديق الصمام الميترالي وعيان الليفت سايد هارت فيلير لان في هاتين حالتين مش قادر يستقبل كل الدم اللي حصل له في الرئة فالدم يقعد جزء منه في الرئة كما يحصل بالمونري كونجشن احتقاد الرئة بالدم اللي ممكن تتطور لقلعب بالمونري اديمة تشغل انهي ريسبتور مين ريسبتور اللي كان بيمونتور قولناه بيقيس كمية الدم في الالفيولاي وعشكتر وبنا أكمية الدم في الكابلل sexuality كان اسمه جاكستة يعني 큰 بيجوار بالمونري الكابلل اللي مسميناه التدوري فدا كان بيخالي النفس شالو انجلامجل قولناه يعني ديستنياء هي سببين تانين في معظم الاندرماديو ما هي بيريهمشBraidée لك المكان يبقى غير الريدي وكاردياك يبقى غير الريسبياتليو الأوليون فيه جنرال كونتو ديستنيا اي مرض يزود المتابوليزم وينقص المتابوليزم يعني اولاد اي مرض يزود المتابوليزم يعمل لك ديسنية زيادة افراز الغدة الدراقية بتزود المتابوليزم طلع سيوتو كثير وتستخدم اوكشن كثير السيوتو يزيد والاوكشن يقال سيوتو يزود المتابوليزم سيوتو يزود المتابوليزم سيوتو يزود المتابوليزم تهدي ديسنية نوع رابع اخير اسمه سايكوجينيك ديسنية يعني حاجة نفسية بعض الناس لو قاعد في مكان مزدحم او في غرفة ضيئة او مقفلة يتصور سايكولوجيا ان الهواء ده مش كفاية فتلاقيه بتده نفس سيوتو ديسنية اسمها سايكوجينيك او نيوروجينيك ديسنية انه لما يتنفس كثير بلا معنى سيواش كاربون ديسنية بلا معنى لانه هو كويس يفقد سيوتو كثير يحصل له الكالوزيس تناقص الكالسام الاكستابيت تزيدي جيلو 3 يتشني يبقى فيه اربعة نوع من ديسنية فيه نوعين اساسين عندكم في كتوبكم اللي هما ريسفراتري وكاردياك ونوعين قلتهم للأوائل اي حاجة تزود متابوليزم تزود production CO2 ستالي اوكشناس ده يستفيد ريسفريشن يدي ديسنية كما الهايبرثيروديزم كما الفيفر والنوع الرابع سايكوجينيك او نيوروجينيك الناس اللي بتحس ان الجو مش كافي الاكسوجين مش كافي طيب ينجى بقى حاجة اللي هي الأورثوبيا في العينين اللي عندهم كاردياك ديسنية بالسبب اللي قلناهم دول اللي هما بيبقى عندهم ظاهرة الأورثوبيا اللي انا رسمها لك رسمه طريفة اوي يعني عنده قلنا أورث يعني مستقيم لما ينام مستقيم كده حتة واحدة يجي له ديسنية ديسنية ريليفت يعني الضيع لما يعد بيستنية حتى أنا رسمه هو بيقره جريدة يعني خلاص كده نفس ورتع شايف نفسه كنت طالع نازل زي وهو لينج ستريت كان عنده ديسنية حتى رسم لك رسمه نطيفة في مزاح كده الهتسدر وطالع نازل ساعة ما قاعد نفسه ورتعه هو بتاقرة بردها عاوز علمها الحاجة لما تعاود مريد هاي في لغتين العربية تزوره وتلاقيه قاعد في السرير وتسأله انت يقولك أنا بنام كده يا دكتور ما بنامش أبدا على ظهري ما قدرش ينام لاينج ستريت كده نفسي بيتكرش حتى يقولوها في لغتينهم البسيطة يعني يجيلي كرشة نفس مرتاح لما عود شخص سلعان ده أورثوبنيا ما هي الأورثوبنيا؟ ديسنيا أون لاينج ستريت ريليف باي سيدي امفوزيشن هاي صدك الرسمة حلوة الرسمة ديبينيش عملت رسمة ديسنيا أون لاينج ستريت ريليف باي سيدي امفوزيشن تحصل امتا بقى؟ في حالات الليفت سايد هارت فيلير والميترالستينوس يعني ده لازم عنده مشكلة في القلب طب ليه لما بيقعد بيرتاح لعديد من الأسباب؟ لانه لما بيقعد اللونج كونجشن اللي هو كان بيشغل الجير سيبتر بيقل لان رجوع الدم للرئة هيبقى أصعب أجيرست جرافيتي ده بينقص الفيناس ريتير وعليه ينقص اللونج كونجشن ما هو انت قاعد الدم بيرجع عكس الجاذبية يبقى كمية الدم المرتجعة للرئة هتقل يبقى فالونج كونجشن تقل انت قاعد الفيسرا بتسقق الفيسرا بتنزل في مكان ينزل في الدافرام يعني يبقى فيه ده حتى في الشخص الطبيعي النفس أحسن ان اقعد عن وانا نايم لان وانا نايم الفيسرا بتدلق بتمدع الدافرام لكن وانا قاعد الفيسرا بتسقق لتاح ففي الدافرام وده بيزود الدافرام يبقى ده ليه هو بيرتاح لما يقعد لان الدافرام الفيسرا بيقل الدافرام 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 ونرى اثنين فرصة ان الدافرام ينزل براحته والنفس يبقى مرتاح أحسن ويبقى فيه الدافرام والدافرام تبقى أكثر مش عايد يا أولاد بقى تعيده تاني ان انا عاود اخلص الدافرام واتيني الدقائق القليلة القادمة بإذن الله طيب نيجي للناس اللي تسأل عملي برطة عشان كده معظمها فيها حاجات عملي أبنيا ده من الأسئلة المهمة في العمل وطبعا بتسألوها كتير في النظري برطة بس يعني هي مساحة مشتركة بالانين أبنيا قلنا بنيا يعني بريثنج نفس أبنيا يعني نو بريثنج بريثنج طبعا بنيا يسألك في العملي أو في النظري أو اذا كنت لسه ما خلصتوش شافوي أقول لي بعض الأسباب هنا كلها حاجات تجمعات خدناها بكده أول اتنين بحفظوا مع بعض فيه بولانتري أبنيا ممكن أنا وقف نفسي بولانتري أو كده السيبا كورتكس يبعت عن طريق الكورتيكو سباينال تراكت سباينال تراكت يوقف المسل بالمسل تاعت بولانتري أبنيا ولسه أغدانها في الناس اللي طلعت في الهي ألتتوت حصلها حمل حمل واش حصله الكالوسيس وقف نفسي يبقى الأبنيا اللي بتحصل بعد البرائماري الاميديا في الهي ألتتوت يبقى دول مع بعض يبقى أبنيا 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 حتى لو عملت فلانتري فلانتري أبنيا يجب أن تغذب عنك بعد قليل بسبب أنك عملت مقصد كاربون داكسايد يبقى اثنين فيهم كلمة فلانتري أبنيا وأبنيا اللي بتحصل بعد فلانتري فلانتري ها 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 بسبب الواش في السيوتو طب أخد تاتة واربعة مع بعض ثب نجمع عشان تحفظه وطيق غطيفه وانت بتبلع أي أكل توقف النفس لكن لو خدت نفسه وانت بتبلع الأكل الأكل مش هيروح المصارد الطبيعي اللي هو البرعوم والمريء هيروح دخل على الحنجرة والتراكية لأنها تعمل مثل المكناسة ربنا تجعلها ديورينج سوالوينج ونبلع النفس اللي بيبقى وقف يبقى أكل نازل النفس يقف أكل طالع فوميتيج نفس الفكرة لازم توقف النفس وإلا الأكل يروح نفس سيروح الأكل داخل على الممرات الهوائية يبقى دول سوالوينج وفوميتيج أفرصد أول إليه مع بعض فولانتري أبنيا وفولوينج فولانتري هيبرومنكليشي مع بعض حتى تعملوك مربعين وعكسها سوالوينج وخذنا أولاد الأدرينالين أبنيا فاكر؟ عندما قلنا في الكلب الأدرينالين زادت ضغط الأرتيريال بروسيبتورس وقفت النفس أدرين أبنيا بعد شوية تجمع ونقص الأكشن فشغلوا النفس بالعافية وقلنا أن تجربة الأدرينالين أبنيا أثبتت أن يوجد تعاون بين نيربوس والكيميكا ونقص الأكشن ونقص الأكشن ونقص الأكشن ونقص الأدرينالين يبقى فيه علاقة بين النيربوس والكيميكا ومين الأهم؟ الكيميكا هو اللي بيغلب عن نيربوس يعني حتى لو أنت وقفت نفسك بنيربوس من الكورتيكس بالعافية كده بلونتر أدني برضو إثبات التجربة الثانية أنا أبقى في نيربوس وقفت نيربوس كيف يصبح كيف يصبح الأكشن؟ وقفت نيربوس وقفت نيربوس يبقى يدل أن هناك تعاومة بين النيربوس التجربة بدأت نيربوس بإنهبيتر إمبوس جامل السيربا كورتيكس وانتهت كيميكا بسبب تجمع كيف يصبح الأكشن ومين الأقوى؟ الكيميكا يغلب عن نيربوس وقفت نيربوس هناك أبنية أبنية أو أبنية بلودك بريدينج سنجدها في الصفحة الأخيرة هناك أبنية مهمة جدا هذه أهم أبنية يعني يعرف أن الإنسان يقضي في نومه ثلاث عمره كان زمان ينظر على الأمراض وانت صاحب ثلاث عمرك صاحب وثمان ساعات نايم ثلاث العمر نايم النهاردة فيه في كل العالم وفي مصرية العزيزة وفي كل الجامعات وبرايفت حاجات خاصة سليبينج سنترز فيه أمراض كتيرة جدا نبقى نتكلم عليها في السيكولوجي ديورنج سليب أنا عملت مرة حلقة تلفزيونية على السليب أبنية توقف النفس مع السليب ده خطير جدا خال ممكن يحصل هندرد تايمز يعني الناس دي يوقف نفسها بأثناء انهم مئات المرات وطرعا الكيميكال بيغلب بيخليه يشتغل تاني يقوم مفزوح حتى لانما نفسه بيوقف زي ما نشوف بعد شوية بيجمع السيكولوجي يشغلوا العافية وممكن يسحر وتتكرر حكاية هندرد تايمز عارف الناس ممكن يحصلها ايه؟ هارت ستروك و هارت فيلر الاتنين هارت وبسبب نقص الاكشن انه نفسه بيوقف مئات المرات هو نايم يجيله هايبرتينشن ويجيله ستروك في بماغه وتزود الدابيتس وتزود الدبريشن انا مش هقول دلوقتي الحلقة بتاع سليب أبنية بس انا مش جائرة معاك وزي بقيت الزملاء يعني عاوز تفهم ايه اللي بنقوله ده؟ ده كلام مهم جدا لسليب أبنية لو عندك واحد قريبا بيجيله سليب أبنية لاحظته هو بنايم نفسه بيوقف وبعد شوية يشتغل لازم تنبهه لذلك لازم نعالجه لانه دي ممكن تجيبه هارت فيليار هارت أتاك تجيبه ستروك في بماغه تجيبه هايبرتينشن تجيبه ديابيتس تجيبه ديبريشن تجيبه هادك هادك ممكن هادك يبقى هادك من السليب أبنية ايه سبب السليب أبنية؟ فقط اشياء النوع اقليب الهابت فيليار الهابت الخطوة الكبين في وقت نوعين أساسيين يوجد نوعان أساسيين coughing بسبب نقص النقص الخطوة بالرسائل يقول لgi مين حتى الفيصة بالرسارة فكذا عندما يسألك من الذي يشغل نفس أساسا الكاربون داكسايد على السنتر كيمو سيبتور 2 بحرف C أن الريسبريتوري سنتر لم تعد حساسة أكثر للكاربون داكسايد هو ده سؤال داخل السؤال مين الريسبريتوري درايب؟ من الذي يشغل نفس؟ 80% بنافس بسبب كاربون داكسايد بحرف C على السنتر كيمو سيبتور بحرف C النوع الثاني أبستركتب إن هي الناس اللي عندها أبر إيروي إبستركشن ناس تخاني كنت قلت في الحلقة إن الناس اللي عندها نيك بتاعتهم رقبتهم تخينة أكثر من 17 إنش في الرجالة و 16 إنش في الستات بيبقوا أرضى أن يجي لهم عارف وتبتدي حتى أن يشخر لأول واحد شغل نفس يقف وطبعا أكثر في الناس الأبيس اللي هم تخاني دا الأبستركتب نظر لهم عين الأسسين في نوع ثالث دا خاص بالأطفال باولاد يعني حتى في السليب أبنيا ما بنقلوشك نوع ثالث بس أهو اللي هو سليبنج أبنيا أوفانيولي بورو يعني بيبي مولود نفسه بيتقطع وبعد يرجع يشتغل تاني تجمع سيوتو الأوكشن لك ساعات ما يرجعش نفس تاني ويموت الطفل تصور يعني حاجة خطيرة اسمها صادن إنفان داث ندروم يعني بيبي مولود يجيله سليب أبنيا ممكن يموت وساعات الأم تيجي حتى تقول أنا أنا خايفة كنت قلبت عليه وأكتمت نفسه وبنقول لها مش أنت يا ماما اللي قتلتيه الأم ربنا بيزبط نومها أمراها ما تتقاب على البيبي بتاعها ما بتحصلش بيبقى بلت إن في البريم بتاعها الحركات بتاعتها حتى ويناي مع السليم حيسبها تجيش على البيبي أبدا ده بيبقى بيبي رير كونديشن بجيلو سليب أبنيا بعضهم بعضهم تسرير كونديشن يتوفاه الله ده سؤال مهم قوي الأبنيا في العملي وفي النظر برضو عائدهم تبقى بعدين قلت لك التأسيمات بولانطري وبعدين أدرينالين أبنيا والكريوديك بريدين والسليب أبنيا تكلمت عليها أكثر من اللي عليكوا لأهميتها تعتبرها فقرة مع متحمة نيجل أسفيكسيا الاختناق يا أولاد ده برضو سؤال نظري وسؤال عمليها الكوزز كل حاجة حبت بديه لك بطريقة سهلة دهما بيقول فيه طريقة تحفظ ومليوني ناس A B C D A Airway Obstruction يعني هي تقفلت المامرات لهوي واحد خان أكل فيه حالة مشهورة تانية إن واحد الناس اللي هي تزلط تأكل أكلة كتير قوي فياخد بولا سفود يعني حجم الكرة الأكل اللي زلطها كتك كبيرة فتقف في الأوسوفيجس وتضغط على التراكية اللي أصاد الأوسوفيجس تقفلها يموت ولما تروح متاح في الطب الشرعي في العالم هتلاقي عرضين جثث لناس واخدين يعني سيكشم في الهيدا نيك وتلاقي حتة فود كبيرة قوي في الأوسوفيجس ضغطت على التراكية مات هنقول حلها بعد شوية اللي هو الهملش مانوفر لو أنت بتاكن مع واحد وبلغ حاجة كتيرة وهتخنق هنقول لها الوقت الحال يبقى ده مش لازم واحد خنقك أو أنت خنقت نفسك بكرة كبيرة بالأكل نمرة اثنين بايلاترا ليموثوركس حرف البي يبقى الـ بايلاترا ليموثوركس لو واحد الدكت عن طين واحدة في اليمين واحدة في الرئة الشمالي دخل هوا في البلورا الرئة تكون لابس ما حولهش نيجاتي بريشر اللي هو محتفظ بها منتفخة تكون لابس بوت لانس تموت كلوز سيستم بريثنج أنا مش جاهر معاك أولاد في الكلام ده أحسر حاجة تمالي في الدول الكويسة يكتبك على أي كيس نيلون ممنوع أن يتداوله الأطفال ليه الطف يقول الأطفال يروح لابس الكيس نيلون وإن فجأة كيس نيلون يموت كلوز سيستم بريثنج ده أشهر مثال كلوز سيستم بريثنج اللي كيس النايب اللي بيبسها الأطفال عشان كده ما يصحش تسيب كيس نيلون معطاف هيلبسه معرفش يخلعه يموت مختنق الاختناق الغرب وفي نوع قلنا اللي واحد بيغرق في ميته فهمها اللي هو البالموني الإديمة في الناس اللي عندهم لفت سايدة هارت فالي ممكن يحصل لهم تتطور لبالموني الإديمة المية اللي في البالموني كابيلر تدخل في الألبيلاي يموت في ميته خمسة قلنا مين العضرة الوحيدة اللي هي دفران فلو حصل دفراغماتيك يتوفر الله وده سؤال في كيف تربح المليوم من هي الانلي ولانتي مصل الانلي سكيليتال مصل والدفران لأنها بتزود حجم التشيس نيجي الإفكتس في الأول إنسان لما بيبقى الهوى قليل الجسم بيحاول يقاو فبيحصل ماركد استيميليشن افرسبيراتري افورتس يعني يبحث بيحاول يجيب هوا هو ماخدوا حتى لوحد خلعك بتحاول تجيب هوا والهارت بيساعد في بريسور إفكت الرئة بتحاول تجيب دمه أكثر والهارت بيحاول يبعد دمه أكثر يزود الهارت ريت ويزود والأرطيال باكبراشن وهذا لا يمنع بهذاب نقص الحكوم المأكل الهارت ريت يقول هايبوكسيق هيبوكسيق هيبوكسيق ويقصد تجيب معاني سينوس هدئة أو ثلاثة بعد كده أولايا يقف الأول ثانيا الكارديموكلاسكراسيستيم ويحصل كارديو باسكور أنا أحكي القصة لكي هذه الأشياء مهمة هناك تأمليات لماذا ربنا يجعل النفس يقف في الأول وبعدين الكارديو باسكور يحصل كارديو باسكور في الأخر الأول النفس في الأخر كارديو باسكور وعلى فكرة فاقرة معلومات العامة تلت حالات قتل الزوجات بسبب الزوج القاتل ليس شخص غريب الزوج لا إحصائية واحد من الزوجات يبقى القاتل والزوج والزوج وقعد خانئ فيها لأنه ليس دارس فيسيولوجيا لحد ما نفسها وقف خلاص قل ماتت وسبها ومشي طبعا من ربنا خلى النفس يقف قبل الهارت والأرتياب بعد كده ينخفضوا وآخر حاجة الهارت كارديكاريس النفس قبل القلب فقلبها لسه شغال دبت الحياة في أوصالها وقامت ورح تشتكته في البوليس وقضى يعني رطل من عمره في رتل من عمره في السجد وهي زي الفل لأنه غبي يعني يعني ضايع نفسه وما موتهاش لازم يعني أن النفس يقف قبل القلب طيب قلنا بقى لو أنت قاعد في مطعم أو قاعد في البيت واحد ظلط الزلطة الجامدة دي ده دي حاجة معروفة في العالم كله معلمينها لكل الناس لأن في ناس بتموت من حاجة وقفت في ظروب اسمها هاملتش مانوفر دي لايف سيفينج انتشوكينج لما واحد يكون بيختار بالأكل أنت حضرتك أدي منظر إيديك عشان تبقى بقوة حطت إيد على إيد وتحطها تحت الزفويد تحت آخر حتة فليستيرنا وتدوس تضغط جامع جدا حتى تشيل عيانه من كتر الضغط وتجيب العيان عليك على وراء العيان بيتشال فبتزود جدا دي الأبدومن فالحتة دي بتلاقيها طلعت قفزت من فمه وطلعت الخارج وعادت الحياة ثاني ياخد نفسه ده مانوفر لازم كل واحد تعلمه انت النهاردة مش تسمعه معي وتعلمه اللي معاك في البيت لو اي واحد جاء له كده ما معدش نضرب على ضهره والعبط ده الميديات اللي تقوم ده هو وضع اللي هتاخده ايديك الأول تضع ايد على ايد عشان يساهمين بعض وتضغط بكل قواتك ليس مهم تكساله ريب المهم يعيش وإبن من كتر الضغط وتجيب العيان عليك العيان تبقى ترفعه على الارض وينزل ثاني الضغط ميزيت جدا تلاقي حتة الأكل دي يعني اتنطر كثيرا اللوحة الأخيرة اللوحة الأخيرة اللوحة الأخيرة بريدينج بريدينج اللي هو بريدينج فترة من الأبنية يعقبها فترة من الهي بريدينج زيادة النفس يعقبها فترة من الهي بريدينج فسموها بريدينج 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 طيب لو حاولت تقفل نفسك أو تشغل نفسك أكثر من من بغي في الحالتين سيأتي لك هذا الريدينج يعني لو عملت لما يبلغ إبريبنية كما يحدث في سيولوجيكا أولاً حدرتك إبريبنية من يمكنك التقويت في السيولوجيكا ماذا يحدث في الارتير بلد؟ يحدث في الارتير بلد؟ أولاً ينزل من الارتير بلد طبعا زيادة بزداء اقل اهمية زيادة البرشور اوكشن سيزيب من 100 الى 140 ايه سبب انك لو عملت هايبر انتليشن لازم يعقوبها بيردوب افنيا لانك حضرتك بتنقص البرشور في كاربون داكسايد بقين لخمستاشر من المتر مركوي وبتزود البرشور اوكشن من 100 الى 140 سيحصل لك افنيا طب وانت عمل افنيا سيجمع البرشور في كاربون داكسايد ويقل البرشور اوكشن ودول هيستيملات الاسبريشن طب طالب سألني في سببين وقفوا النفس وفي سببين شغلوا النفس مين الاهم؟ حفظتها الاجئة الطياطية فقالوا وانحنا خلاص خدنا على بعض اللي حطوا بالسهم الاتقال ده اللي هو النقص مشكلة عن الابنيا ياه يلعط بالأبنيا نقص الشضر بكاربون داكسايد اهم من مشكلة البرشور وفي الأبنيا من اليهم يشغلل النفس نقص الشضر أ Breathing creo يعني في الحالتين يوجد مؤثران المؤثر الأهم هو النقصان الذي أدى إلى أبنية بعد الهايبريبنية هو نقص نقص من 40 إلى 15 وبعد الأبنية الذي أدى الهايبريبنية هو نقص نقص في أسباب فسيولوجيكال مثل بعد الهايبريبنية أو في الـ يعني عندما يتولد الطفل تسميهم الأطفال المبتسرين يعني طفل غير مكتمن النمو ابن سبعة شهر الحقيقة ليس جسده فقط هو غير مكتمن النمو الريسپيراتوري سنتر في الطفل المكتسر غير مكتمن النمو بيبقى غير مكتمن النمو بيبقى ليس سنستيف تو كاربون داكسايد هو الـ فدورينج سليب النفس بيهدى بطبيعاته فتلاقي النفس وقف خالص بتاع الـ بيهدى بطبيعاته فطبعا لما هيوقف النفس هيقل الـ كاربون داكسايد زي ما قول فلما يقل الـ كاربون داكسايد يشغل النفس يبقى عمل واش يعني خلاص جاب أكسجين وقل الـ يروح واقف النفس حتى تلاحظوا أن في أمهات لحظتهم عندهم زكاء يعني تيجي تقول لي كانت يا دكتور البيبي دا نفسه بيقطع ونين فاسألها هو بريماتيور في الأغلب بيطلع بريماتيور ولا ما تخافيش دا لما البيبي ينضغ أكثر ورسبراتوري سنتر يبقى ناضج هتضيع هذه الظاهرة يبقى في السيلاجيكالي الـ الـ الدناك مثلين الـ الـ بسبب أن الطفل غير مكتم للنمو غير مكتم للنمو غير مكتم للنمو ليس سنسف ليس سنسف ليس سنسف اللي هو طب هل فيه بريدينج بس في الحالة دي الأوائل نسميه عشان بعض الزملاء كانوا بيسموا الـ وهذا خطأ الـ لا يطلق عليه لا يطلق عليه إلا إذا كان سببه إلا إذا كان سببه مرضي يعني كلمة لا تطلق إلا على الـ بريدينج اللي هو بسبب مرض هنا بقى فين السبب يأما الـ يعني وخد خطة راسه عمل ان يبيش الـ وقف النفس ما يحصل ليه ما يقف النفس يزيد نقص 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 من تحصل من تحصل من تحصل أن تحصل الـ وقف النفس ثم يبقى مرض مثل الـ أو او في واحد اخد اثيون او هروين مورفين بويزن في حالتين ممكن يوقف النفس خالص يموت من الجرعة الكبير او وقف النفس ومات في اول نفس يعني النفس وعف الى انت وفا الله لكن ممكن يدخل في موضوع يعني يوقف النفس شوية فالسي او تو يزيد الاوكشن يلن ارصي يشغل نفس شوية وهكذا يدخل في بريدينج بسعب انه ياخد مخدر مورفين بويزن او سيركولاتوري فيلير الاولاد اللي هو كونجستيب هارت فيلير لانه مفروض الهارت بيبعت الدم يغزي الريس باتوي سنتر فلو الهارت في حالة فيلير فكر معايا يبقى الدم اللي رايح للريس باتوي سنتر انه يشتغل بصورة جيدة وبنعرفها زي بيلاقي عنده طويل يعني الوقت اللي بياخده الدم عشان ينتقل الدم الاكسجينياتي من اللنغ للبراين اللي هو فيلس باتوي سنتر بياخد فترة طويل يبقى ده البروريك بريدينج يبقى يعني ايه البروريك بريدينج؟ لأسباب كثيرة فسيولوجيكال ذكرنا منها اثنين وأسباب كثيرة باتولوجيكال ذكرنا منهم اثنين او الاهم طبعا اللي هم مارس باتري فيلير و سيكاتري فيلير و قلنا لا يطلق بقولها للزملاء مش للطلبة زملاء يعني كثيرون يقول لي بريدينج او كينستوكس بريدينج؟ اقول له غلا كينستوكس بريدينج لا تطلق لا تطلق على الفريديك بريدينج إلا زى كان سببه باتولوجيكال آخر حاجة بقى يا أولاد تنفس الصناعي نبدأ بقبلة الحالية الماوس تو ماث بريدينج اللي هي زي ما نكون في البحر وواحد غرق او ده واحدة غرق تلاقي بيتش كله داخل عاوز يعمل ماث تو ماث بريدينج ده في الأكيوت اسفكسي له قواعد يعني هنسيبك تعمل ماث تو ماث ما تخافش بس تعملها صحة يعني مش هي اي مبواسة اول حاجة لازم تنظف الماث افرد فيه عشاب من البحر هتا اتنفخها تدخل تسد التركية يبقى كين ده ماث تو ماث تو ماث بعد ايدك الاثنين شغالين ايدك الشمال تبقى قفل المناخير عشان مش هنفخ فبق المريض يطلع من مناخيره ما بنظرش يبقى ايدك الاثنين شغالين يالي الشمال قفل المناخير يالي مين شدة الفك القدام امام كالب اما من عند الانجل اما من هنا وعنتم تعمل بريديك احنا النفس العادي كان اتناشة لكن لا تدعوش انسبة اكسبيرد اير ونسبة الاكسبيرد اير تحت اكسبيرد اير ويهو عيب نعوضها ازاي ان احنا ما ننفخش اتناشا مرد وننفخش اتاشا مرد ان هو الاكسوجين ناقص بنسبة تقريبا الربع فاحنا نزود عدد الانفاس للربع بس فيه ميزة على فكرة الاكسبيرد اير ده تصور؟ تفكرت فيه ايه الميزة؟ انه ما فيه اكسبيرد اير بس كامبت بس فيه كتير؟ لانه يأتون بس فيه كامبت بس فيه ايه ايه ارد رغب اير ايرد 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 تقتريبا الابراطي يجب ان اتتمكن ايضا للدرس ان يأخذ نفس ويأخذ نفس وينفخ فيه اكسبيرد ايرو الالتفاع اكسفكسي ايه افكسي نعمله في الأكيوت أسفكسي الأول تنظف الماوث وبعد الرفت هاند أفلى المناخير الرايت هاند شد المناخ بالقدام فورواتس وبعد تاخد نفس عميق وتديره قلنا سبتاشر نفس عشان تعود نقص الأكشن وهو مستفيد من السيئته بستيميليات الرسبيشن طالب مرة سألني طب يعني افرل قعدنا كده نص ساعة والشخص غير قندم الشادي ياخد نفس نعمل إيه أنا قلتلك ومين يقف الأول الرسبيشن بيقف قبل القلب يبقى طالما القلب شغال لازم الرسبيشن يقعد شغال يعني القاعدة بتقول في دليل ان لسه القلب شغال الرسبيشن يجب أن يتوقف يدارك تقول لك في جملة مش تنساه مع حيات يعني أحد الزملاء الأمريكان كتبها في كتابه أن الرسبيشن يجب أن يتوقف حتى يتوقف يعني أنت نفسك يتقطع فتموت من كترة وانت مش عارف تشغله يا هو قلب وقف يبقى الرسبيشن يشتغل لحد بحد فيكو يتوقفه الله يا أنت المريد حد فيكو قلبه يوقف هو قلب موقفش تستمر الرسبيشن آخر حاجة بقى طب في الكرونيك رسبياتري فاليا يعني واحد عنده كرونيك رسبياتري فاليا مش في بحر بقى أو موستو موو بنعمل ميكانيكا بننفخ العيان بننفخ العيان نفخ متقطع يعني متقطع بوزيتف بريشن حطه على بريدنج ماشين اللي هو يسمى رسبياتري واندخله الهواء يعمى بماسك يعمى نحط له تيوب داخل التراكية يستخدموها الناس طوال انثيجا بتوع البنج يسمى اندو تراكيال تيوب وعرف الجهاز اللي مشوفه في الافلام ده طالع نازل بيمفخ العيان يبقى انترميتن بوزيتف بريشن اسمها بريدنج ماشين أو رسبياتري ماشين تدليفر تو بيشنس ازاي تديله الهواء عن طريق فيس ماسك تحط له ماسك على الفيس أو تيوب في التراكية فيسموها اندو تراكيال تيوب خلاص بس طبعا يعني اندو تراكيال تيوب دي لازم نبقى مخضرين لعين يا أولاد لان محدش يطيق ان حاجة تبقى موجودة في الحنجرة انت ما بيدخل نقطة ماء في الحنجرة بالكوحة تبقى تشعى تموت فلازم لو انت العين صاحي ممكن تستخدم فيس ماسك دي حاجة ليكو يعني مش حادش اسألك فيه لكن لو عاوز تحط له اندو تراكيال تيوب وهي المور افشن الأكثر كفاءة طب العام مش هيطيق ان فيه انبوبة في التراكية وهو صاحي بلازم تسيديت العيان تنايم العيان كده أولاد تم بحمد الله ريسبريشن ولم يتبقى لنا إلا مجموعة محاضرات في السيركوليشن للمجموعة بتوع السنة الأولى وبأرجو وبأذكركم مرة أخرى وأشكركم مسبقا عن ناس اللي هي بتساند الأطفال من مرضى السرطان وزي ما قلت بقول هي مساندة يعني بالنسبة لك انت صغيرة تقيمة مكالمة تليفونية اعتقد بتكلف خمس جنيهات اللي هي ما تشتريش حاجة خالص ولكن قد تكون مفيدة لهؤلاء الأطفال واحد يقول لي طب خمسة جنيه تفيدهم فيه ما احنا قلنا يا أولاد البحر عداده من النقاط كل واحد فينا بيحط نقطة قطرة القطرات دي بتتجمع وتفيد وقلت يا أولاد ان الدنيا السيركل فيها والتشين لا تكتمل إلا بالطريقة دي أنا في ناس ساعدوني في حياتي كتير جدا وممتن ليهم شديد الامتنان فبدوري بحاول أقدم اللي عندي لمساعدة الآخرين وحضرتك تساعد الآخرين تخلي لو كل واحد فينا بيساعد آخر شكل الحياة بقي أنا بأشكركم مسبقة لكل واحد يعني بعد هذه المحاضرة بنستاد ونكتب لي لايك هيعمل المكالمة التليفونية دي لمساندة طفل غلبان بدل ما ينعم بطفولتي وينبسط وانت كبير حتى ده 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 دفل يعني ربنا أعرض لي هذه التجربة القاسية وهي مرض السرطان وأشكركم في جميع الأحوال وأشكركم على وقتكم وأتمنى أكون أفتكم ولكم مني أطلب الأمنيات بالتوفيق إلى أن نلتقي قريبا بإذن الله مع السيركوليشن شكرا